اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات اكاديمي التفكير والنهاردة بنكمل دورة توتر القرآن اثنين او توتر القرآن عند المحدثين وفي هذه الجلسة التي اعتبرها اظنها تسعة رقم تسعة بنعرض مقالات الدارسين والدارسات وعندنا النهاردة ثلاث مقالات في مقالة للأستاذة فاطمة عبدالله معنى الدين وفي مقالة للأستاذ محمود عماد عن نظرية التأويل وفي مقالة للأستاذ محمد ياسين عن الدرس الأدبي للقرآن الكريم وهنبتدي بمقالة فاطمة يعني في 10 دقيقة أو 15 دقيقة ممكن تحاولي تعرضي مقالك فضالي كلنا بأذن صاغية شكرا جميعا هي بالصراحة دي اول حاجة انا اكتبها في ساعة مكتبت الرسالة افتحتي من 2010 يعني فكان الموضوع يعني صعب شوي انا كان كان يعني اثارني ان انا مثلا الناس بتقول ده متدين ده دين فكانت الكلمة دي على طول ببداية ان يعني ايه تعريف المتدين عنديكو يعني ايه متدين او عند الاخوة الشوانبية يسموه دين غيرنا ما انا بنقول نتدين فقلت يعني يعني على اي اساس انتو تصفوا الناس بهاي الصفة فعشان كده قلت يعني ايه دين الاول كنت عايزة اعمل هي ما جعلنا عليكم تديني من حرج هي دي برضو كنت مفكر فيها ان انا اعملها وبعدين قلت لأ خلينا ناخد اصل كلمة دين فاول ما دورت دورت على اصل الفعل نفسه فكانت هي مشتبقة من دانا والده الفعل ده على طول ما ينفعش يجي الوحدي بازم على طول يعني مع ما فول به فإما دانه او دانا له او دانا به فما ينفعش تقول دانا وخلاص فلكن فيه تعريف الكل المتفئ عليه ان هو ان الدين كلمة باعتقاد قداصة قداصة لذات معينة ومدموعة من الاوامر والنواهي اللي بيخطعوا ليه اوكي بعدين يعني عادت ادور على كلمة دين زكرة في القرآن كم مرة والمواضع اللي ذكرت فيها كلمة دين فالآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اللي هي لكم دينكم وليه دين في الاخر طبعا في من الحاجات يعني في حاجات ان كنت كتبها انا وعلى حظي سيفت والكمبيوتر ما سيفش لما جيت تزنقت في الاخر عشان ابعت المقالة فاضطريت ان انا اكتبها على لنا فاكري يعني في حاجات شلتها تشالت منها ففيه يقال يعني ان طبعا عشان يهربوا من كلمة لكم دينكم وليه دين ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني انه ماناش دعوة بيكو ولا انتوا ليكم دعوة بينا حتى دي بيهربوا بينها ان بيقول انه في جزء كان مضاف لها وان هنا معناها جزاء دينكم وليه جزاء دين في الجزء ده دي من الحاجات التي كنت اول مرة اعرفها يعني فبعدين لما جيت بقى ادخل في يعني ايه دين فالدنيا وسعت قوي انه فيه دين وفيه الملة وفيه الشريعة وفيه انا ما ذكرتهاش برضو فيه النحلة فيه المذهب وان الدنيا واسعة قوي يعني وانها شايفة هي وان كل حاجة تبقى مخصوصة او دي حاجة كويسة بس الدنيا واسعة كل ما توسع كل ما يعني هي المفروض الاصل انها كل ما توسع تتيسر بس هي كل ما توسع بتتعقد زيادة ويتضاف لها حاجات زيادة فدورت فبصراحة اللي عجبني كان الفروق في اللغة اللي ابي هلال العسكري انه هو فرق ما بينه فكلمة ملة هي في اكتر من مكان ما بس عنده ان هي يعني حاجة طريقة او حاجة مشي عليها اكتر من واحد او برضو تيجي من يملي اللي هو فعل اللي يملي ان حد بيملي حد فلازم يبقى موجود اللي بيمليك يعني ما بينفعش انك انت تطلع الحاجة من عندك تحد بيمليك وانت بتكتب اللي هو بيقوله لك او طريق مشي عليه حد قبلك وانت بتمشي على نفس طريق دبع دي اما كلمة شريعة فهي جاية بيقولوها ان هي جاية من شريعة شريعة الماء حتى بيقولوها العرب اللي هي الدواب يعني شرعة الدواب او حاجة زي كده ان هي بتروح بتشرب مية او بتاخد من مكان اللي فيه المية وبتنهل منه حتى برضو شبهوها ان زي ما بتاخد من الشريعة ان هي بتتخرك اللي هي زي المية هي دي نفس الشيء وبردو احنا عن دين عبقال هي في بدقة اللي هي كده احنا قلنا الدين ونسيت اقول ان الدين برضو منها صفة الديان اللي هو اللي بيحاسب اللي هي دي الصفة اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي هي اللي بيحاسب فيه جزء برضو انا مكتبتهش اللي هي من ناحية الكلمة religion من الناحية اللي بالانجليزي فدورت على اصلها برضو فالمعظم قالي ان اصلها لاتيني اللي هي ريليجيو او فاري اللي معناها اجين او ان الحاجة تتكرر اكتر من مرة وليجو اللي هي الريد او الاراية فيه برضو قالوا ان ليجو لها معناها با欠ر او او شوز او كونسيدر كيفلي بس اللي كانت بحاجة برضو لفتت ماظري ان الرومان كانوا بيكلمة ريليجو بيه هي لها علاقة بكلمة سوبرستيتيو اللي هي فغريبة العلاقة اللي كانت ما بينهم هم الاتنين يعني ريليجو بتتقال على اللي هو السورستيتيو فدي برضو سبحان الله ان في العربي ان كل ما كنت تتديم زيادة يعني كل ما كنت بيصيبك اكتر او انك انت يبقى عندك اللي هو الاحساس بالزنبا والاحساس ان بتوسوس نفسك ان انا لازم اعمل زيادة او اخد حسنة زيادة بعدين قلنا بعد كده اللي انا ما ذكرتهاش برضو اللي هي النحلة فالنحلة دي برضو كانت اول مرة اعرف ان بيقولوا ان النحلة من وضع البشر اما الملة فمن وضع الله دي كانت اول مرة اعرفها وان النحلة ما ذكرت بس غير اللي هي قاته صديقاته هنا نحلة اللي هي ما تاخدهاش يعني وان النحلة برضو جاية من الانتحال اللي هو الادعاء ادعاء الشيء كلمة ملة ما بتذكرش مضافة إلى الله يعني ما بيتقالش عليها ملة الله مضافة على النبي اللي نازل بالرسالة دي والذكرت أكتر من المرة طبعا هي ملة إبراهيم حنيفة فبرضو اللفة النظرية اللي هي الدعاء اللي احنا بندعي في أسكار الصباح والمساء طبعا أنا بكلم في الموظم من وجهة المسلمين يعني أو المؤمنين طبعا كان برضو الموضوع هيوسع شوية مني لأنا فكرت أن أدخل معاني باللديني والأسس وأن أنا أدخل فيها بس كان الموضوع هيوسع قوي بصراحة فإن إيه هي ملة إبراهيم وليه أكثر إحنا كمسلمين بنتبع الملة دي بالزات اللي هي ملة سيدنا إبراهيم فبصراحة يعني كان الموضوع شيء أو إن فعلا سيدنا إبراهيم يعني ناس كتير لما بتتناعش في الدين بيقولك إن إذا كان النبي نفسه قاعد يشكك أو قاعد هو نفسه محيران مين الخلق الدنيا ومين إن هو تشكك وتساءل فأنا مليش حق إن أنا أتشكك وأتساءل فأعتقد هي ده الجزء اللي لنا من سيدنا إبراهيم إذا أنت قلت إن الديانة دي هي المحروض إن الديانة المكملة أو الأخيرة إن هي تكمل معاك ودك ده إنك إنت معاك إنك إنت تشكك وإنك إنت تستعمل عقلك وإنك إنت تصور على الأديم وإنك إنت تستعمل نفس الطريقة اللي استعملها سيدنا إبراهيم إنه هو بدأ يتساءل فكان فيه عاد طبق أدو أدور على تعريفات ملة إبراهيم طبعا فيه حاجات اللي قاعد فيه يعني ناس كتير طبعا اللي هي الفطرة فطرة إبراهيم زي الحاجات اللي كانوا بياملوها الديانة الإبراهيمية لكن بصراحة فيه مخطال اللي هو الدكتور طوفيق حميد عجبني جدا تجميهة كان مجمعي الآيات كل آية آية ذكر فيها سيدنا إبراهيم وإنه هو شلون بدأ إنه هو يتفكر في الله ويتفكر في خلق السماوات فإن هي السما إنه هو لما استعمل إنه هو التفكر أو التأمل في ملكوت السماء وإنه هو كان بيرد لما رد على النبرود فإنه هو كان بيناقش بالحجة بالحجة والبرهان إنه هو ما قبلش ده بالعنف لكن قبله بالعقل وبالمنطق حتى إنه هو نفسه يعني هو ما قبلش ما قبلش إنه هو يابد الأصنام فده كان يعتبر صورة على الفكر القديم بعد كده برضو إنه أنا دورت هل ذكرى يعني دين في القرآن كله ذكرى كلمة دين مضافة إلى أي رسول أو أي نبي ذكرى في القرآن الكريم فكل يعني كل الأنبياء أو كل من خاصة من بداية من سيدنا نوح كله لذكر أن هما مسلمين أن كلهم جايين بدين واحد يعني دين الله هو الإسلام لكن كلمة ملة أو ملة أضيفت إلى الأنبياء وأضيفت خاصة إلى سيدنا إبراهيم لكن كلمة دين هي من أول يعني ما الواحد يمسك المصحف يبدأ يقرأ كلمة دين دين الله وأنه هو واحد أنه هو الإسلام ديني الإسلام فمعنى كده أن الكل جاي بنفس بنفس الحاجة أو بنفس الرسالة واللي هي يعني في صورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا تعبدون هي دي الأساس أساس الديانة التوحيد كلهم جايين بالتوحيد ما اختلاف بعدي هي دي الملل بتاعة الأنبياء فكان يعني الاختلاف الوحيد أنه محمد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه ملته هي الإسلام وديانته هي الإسلام فمل أنه هو الاختلاف الوحيد أنه هو ملته وديانة هي الإسلام المكملة لدين الإسلام اللي بدأ من أول الأنبياء ف فعلا أن الكل يعني هما لما بيستشهدوا بيستعملوا آية إن الدين عند الله الإسلام ومن يبطغي غير الإسلام مدينا فلن يقبل منه وفي الأخيرة من الخاسرين فالآية دي معناها دي الإسلام اللي هو دين التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى بس هي التوحيد دا المقصود بيها إن هو ده دين الله واستشهدت بسؤل إن طبعا كلمة دين مذكورة حوالي 92 موضع فاستشهدت بس بل هي بالآية دي وآية ما جعل عليكم في الدين من حرج إن إن دين وحرج ما يجتمعوش اللي اثنين مع بعض في حين إن إحنا حياتنا دلوقتي دين يعني مساوية لحرج كل ما تشدد على نفسك وتزود يبقى أنت كده دي يا يا دي تعريف متدين في الآخر يعني لما لفيت ودورت متدين يعني إنت متزمت مقفل يعني مدايق كل ما ديقت كل ما إنت تدينت مع إن هو الموضوع مش كده خالص يعني فالإسلام كلمة الإسلام ودين الإسلام هو دين القائم على توحيد والإيمان إنك إنت هتتحاسب الإيمان باليوم والآخر لإن الكل إنك إنت واحد ربنا وهتتحاسب على في الآخر فالدنيا ما تبقاش متسابة كده يعني والآية الأخرانية برضو اللي إحنا اللي أنا استشت بيها اللي هي آية صورة الحق وجاهدوا في الله حققتها دي هو اشتباكم وما جعل هي دي نفس الآية وما جعل عليكم في الدين منحرك وفي الآخر اختتمت بقول الحلاج ديني لنفسي وديني الناسي للناسي فكل واحد ودينه ما حدش يحسب حد على على الديانة اللي هو متبعة بس هي دي المقال شكري لكي لأنك انت التزمت بالوقت نفتح برضو النقاش لو حد عنده تعقيب أو عنده سؤال أو عنده استفسار هالة تفضلي عملي أميوت هو مش سؤال هو رجاء يعني أنا أتمنى أنك تزودي كل الحاجات اللي قلتيها النهاردة ويقولي أنا ما كتبتهاش أنا ما زودتهاش هو المقال أصلا مش طويل فمش هيجر حاجة لو زودتي الحاجة دي لأن كلها حاجة حلوة ومهمة بس شكرا ميسون تفضلي عملي أميوت أنا كنت بس لدي أحكي عجبني كثير طريقتها في التفكير وكيف إنها شرحت الطريقة هذه وكيف البحث تبعها كان بيمشي شكرا لك وبحث كثير حالو شكرا لك جميل فاطمة لو أنت عندك كلمة ليهم وأنا عندي تعليق أنا أوكي شكرا صح يا ريت الله إجراء كذبتي وإن شاء الله على مستواكم إيه أوكي ممكن أضيف الجزء الموجود ما فيش مشكلة آه لأنه ده مهم لما لسه المقال مفتوح لأنه نحن بنشتغل برضو لسه على الموضوع يعني كل ده لسه في البروسس بتاع كتابة المقال أنا في نقطة هنا مش عايزة أفتح بقى أحوار طويل بس يعني في نقطة عايزة أشير إليها هنا أنه لما نقول معنى كلمة فيه هنا بيبقى صراع ما بين جانبين صراع ما بين أن هناك معاني سابقة جزر أصل للكلمة منفصل عننا وبين الصراع الجانب الآخر أن نحن نعطي للكلمات معانية ولذلك الكلمة يتطور معانية حسب إيه حركة الوعي بتاع الجماعة عبر التاريخ فمعانيها يعني إحنا مثلا ممكن كلمة دين الآن نضيف عليها معاني ده الصراع اللي أنت مرت بيه فلما بنيجي بقى بندرسها في الماضي بندرس المعاني التي أخذتها عند جماعة من البشر عبر التاريخ لأن مشكلة كبيرة جدا جدا بتظهر إن فيه ناس بقى تدور لك على إيه أصل الكلمة يعني إيه أصل الكلمة يعني أن هناك مواضعة مش مواضعة بقى هناك توقيف لمعاني ثابتة خارج عن الزمن والمكان وأنا أنا شخصيا كجمال يعني ضد هذا الكلام لأن اللغة والمعاني طول الوقت إحنا بنضيف كلمات بنضيف معاني للكلمات فالكلمة كائن حي نحن نشكل فيها كما هي تشكل فيه أكيد طبعا كلمة دين موجودة قبل مني قبل ما أنا تولد وقبل ما بس برضو طريقة استخدامي وطريقة استخدام فاطمة لها قد يغير منها ولذلك البحث عن معاني الكلمات بقى بأن أنت هتوصل للمعنى الأصلي ده بيبقى فيها نوع من الخدع دايما نفكر فيها نحن بندور على إيه معناها عند جماعة من البشر في وقت ما هضيف نقط صغير كمان للكلام ده هو إن إحنا مشكلتنا كبيرة جدا عند المسلمين إن إحنا بقينا نقف قدام فهم معين لمعنى كلمة ونردده يعني هتيجي مثلا في تعريف الفقه هتجد لقينا بنتكلم على التعريف الرازي وما بناه البيضاوي عنه ووقف الموضوع عند الأزاريين كل ما يقول لك إيه الفقه يجيب لك التعريف بتاع البيضاوي في حين إن البيضاوي هو تعريف من ضمن التعريفات في قبل منه تعريفات وكيف وقته تعريفات وهكذا فحدة إن إحنا بنجمد فهم معين إن أنا أجول فهم كلمة دين كما قالها أحمد غانم ويقعد بقى نكرر بقى طول الوقت كده كما هو أحمد غانم كان بيقول فهم هو استيعابه هو اللي إحنا ممكن نضيف إليه وده يعني معنى أي كلمة في الدين يا بقى معنى كلمة طب عند جالينوس مش هي هتبقى معنىها عند هالة عصمة دلوقتي ولا أحمد غان التصور بتاع برغم إنه ممكن نفس الكلمة أو زي ما أنا ذكرت المثل ده مرات كتير يعني كلمة سيارة كلمة سيارة عند ابن عباسوة بيفصر صورة يوسف غير كلمة سيارة عند رشيد رضا هو بيكتب في المنارة في بداية اقتنى العشرين بتختلف عن استخدامنا الكلمة سيارة الآن وهي برضو نفس كلمة ايه سيارة طيب لا يا شادي بقى يعني خلاص علق يا شادي عشان نخش بقى على مقالة محمد ياسين عشان هنها ربطين ومش هيقدر يسوق ده بقى بس بسرعة بقى يعني في حتة موضوع ما كان يأخذ لأخاه فيه دين الملك كممكن الاستثفات مدشور لها وان الدين يعني كان مذكور في القرآن ليه معاني اخرى انه هو بمعنى القانون او ما اتفق عليه بعض البشر ممكن يبقى دين فدي نقطة والنقطة الثانية ان زي ما حررتك قلت ان محاولة اقحام معنى واحد او اختيار معنى واحد حتى لو كان متداول او شائع على تفسير كلمة دي برضو من الخطأ بمكان او ادعاء انه اصل معنى كلمة كذا بس وفي نقطة بس انا مضيف عليها يا سيد جمال بالنسبة لكلامك ان لو احنا درسنا نص لازم يكون المعنى اللي انت هتختاره متناسق مع كل النص كله خاصة النص ده مصدر واحد ايا كان المصدر فلابد ان يتوافق المعنى مع كل السياقات في النص كله يا دي النقطة بس اللي بحب اذا بضع على حضرتك الكلام اللي اعراج الجميل اللي انت قلت تالت نقطة ان الدين عند الله الاسلام ده غير مش شرط يكون الاسلام بتاعنا اللي احنا المتفاه اللي احنا عارفينه فالاسلام بتاعتب معنا السلام الانسان البشري السلام بين البشر فهل هل احنا متصورين ان الاسلام اللي موجود حاليا هو الاسلام المذكور في القرآن دي عليا علامات استقام تانية شكرا ناس جميل شكرا لك قبل برضو ما ننتقل من الحتة دي الرابط اللي انا بشوفه ما بين المصطلحات اللي قالتها فاطمة وجمعتها في حتة الخضوع والطاعة هو الصراع على ايه الصراع دايما على انه فيه اوامر او نواهي او توجيهات او ارشادات او حتى لو قلنا كلام هالة وكلام شهادي ان احنا منقول ايه حكمة والانسان ايه يخضع ليها ولا الانسان يقدر يتفلت منه ولذلك تدين انسان يعني ايه يعني طعته خضوعه لأوامر الله مثلا فكلمة الدين وكل هذه المصطلحات الرابط الدقيق اللي بينها ان هناك ما تخضع له وما تدين به وما تسلم به وهكذا ففكرة الدين ديها تحفية حتى خضوع لاخر سواء كانت افكار والاخر فممكن نتخانب على الخضوع لمين هل الخضوع لله ولا الخضوع لمن لأفهام بشر مثلا آخرين عن كلام الله نخش هنا بعد الوقت في المقالة التانية لمحمد يسين فضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله المقال يتناول نظرات في الدرس الأدبي للقرآن الكريم الدرس الأدبي معناه دراسة القرآن دراسة أدبية طبعا لا شك انه بدأ مع بداية التناول للقرآن كنص ومحاولة تفسيره بدأت حاولت أبدأ في المقال بتاع عن قضية الإعجاز باعتبارها أول تناول أدبي للقرآن الكريم فشفت إزاي إن مسألة الإعجاز القرآن كانت قضية قرآنية بمعنى أن القرآن الكريم هو أول من تحدى أن يأتي العرب بمثله وإن كنتم كريبين مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله وادعوا شهادكم من دون الله إن كنتم صادقين وغيرها من الأيات الأستاذ الرافعي الحياة عرف الإعجاز تعريف جميل يقول أنه ضعف القدرة الإنسانية في محاولة تمر هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه يعني المتحدة به أو المتحدة ليس فقط العرب المعاصرين للقرآن وإنما الإنسانية على مدار التاريخ كله وعلى مدار الحياة كلها طبعا ظهرت آراء في مطلع القرن الثالث الهجري عن قاضية الإعجاز كانت نشاز عن تناول إعجاز القرآن بهذا المفهوم مثلا النظام الشيخ المعتزل أو أستاذ الجاحس في الزمان لما قال إن ربنا سبحانه تعالى قد صرف العرب عن معرضة القرآن مع قدرتهم عليه فكأن الإعجاز هنا مش إعجاز في نص القرآن وإنما إعجاز في صرف العرب عن الاتيام المثل وقال إن الإعجاز في القرآن هو إخباره بكل غيب مضى وكل غيب سياد طبعا عارضه في هذا تلميزه أبو عثمان المضحر الجاحس وقلف كتابه اللي هو أول كتاب تقريبا قلف في إعجاز القرآن اللي هو كتاب نظم القرآن وعرض عليه وقال ساعتها لو أن مشرك العرب استطاعوا المعارضة بالحروف لما اختاروا المقارعة بالسيون ثم جاء ووكل باقلاني وقلف في إعجاز القرآن بعد كده لكن كان تأليفه كان يعني رد فعلي وحاول للرد على المفهدين في أسول الجين وتشككهم في يعني كانوا هم كان التيار الغالي بساعتها كان بيقول بيفضل أشعار العرب على النص القرآني وبالتالي فكان هم الباقلاني إنه هو يبين عوار الشعر لمرئ القيس وقعد يفصصها ويبين عبها وعوارها وده اللي خلى الأستاذ محمود شاكر ينتقد مسلك الإمام الباقلاني في هذا ويقول إنه لم تكن لأم بالإمام الباقلاني أي حاجة لسلوك هذا الطريق لأنه كده لما محق الشعر العربي مخلاش فيه شيء نلجأ إليه لمقارنة القرآن بغيره من نصوص إعجاز وإصرار البلاغة وكان هو أول من أسس لنظرية النظر ونظرية النظر بتختلف يعني الجديد اللي قدمته إن هي بتتعامل مع القرآن على أن الإعجاز ليس في اللفظة المفردة ولا في الحركات والسكنات ولا في المقاطع المفاصل وإنما الإعجاز في النظم نفسه في النسق في السياق بنتقل بعد كده يعني نقدر نقول إن ده يعني جهود القدماء انتهت أو وصلت نتجها في عند عبدالقاهر الجرجاني في كتابي دلال إعجاز وأثار لباب ثم ننتقل إلى العصر الحالي فنجد إن الإمام محمد عبدو المتوفى سنة 1995 انطلق في التعامل مع القرآن ككتاب هداية وليس كتاب في اللغة أو الفن أو الدين أو التاريخ أو العلوم وإنما هو كتاب هداية وقال إمام محمد عبدو إن أي إشارات كونية أو أي قصص تاريخي أو إنما المقصود منه العبرة والعظة لا تقرير الحقائق وإراد النظريات ده بالنسبة للإشارات الكونية وبالنسبة القصص التاريخي أنه لا تلتمس حقائق التاريخ ووقائعه من القرآن الكريم وطبعا صار على دربه تلميذه رشيد رضا في كتابه أو في تفسيره المنار اللي هو تفسير الإمام محمد عبدو بس بلغة رشيد رضا قال طبعا انتقد فيه انتقاط شديد هؤلاء الذين يتكلمون أو يفسرون القرآن تفسيرا بيانيا أو تفسير يعني يشغلون فيه بمباحث الإعراب وقواعد النح ونكة المعاني ومصطلحات البيان وبرضو كذلك برضو تخريجات الأصليين واستنباط الفقهاء المقلدين وتأويلات المتصوفة إلى غير هذا يعني عايز يقول أن القرآن في الأصل هدى للمتقن كتاب تداية وأن هذا هو الهدف الأسمى وكل ما عدا هو فرع الله لكن على الرغم من جود الإمام محمد عبدو وتلميز رشيد رضا في القول بهداية القرآن كان القضية اللي أسارها الدكتور طه حسين تأثرا بأستاذه مرجليوث في كتاب الشعر الجاهلي كان لها ضجة كبيرة عن قضية حقيقة الشعر الجاهلي باعتباره أن الشعر الجاهلي اعتبر طه حسين ومن قبله مرجليوث أن الشعر الجاهلي منتحل بعد ظهور الإسلام ومنسوب إلى عصر ما قبل الإسلام وطبعا انشغل بالرد عليه كثيرون منهم الأستاذ محمود شاكر وغيره لكن محمود شاكر رد عليه في مقدمة كتاب ملك بالنبي عن الظاهرة القرآنية على الرغم من أن ملك بالنبي انتقد حصر الإعجاز القرآني في البلاغ البيانية وبالتالي لم يلق لم يعر اهتماما كبيرا بكلام طه حسين وقال أن لا قيمة لهذا الكلام إذا اعتبرنا أن الإعجاز في القرآن ليس فقط إعجاز بياني أو أن إعجاز القرآن الأساسي ليس في الإعجاز البياني فما تفرقش إذا كان الشعر الجاهلي منتحل أو غير منتحل لكن محمود شاكر أقام الدنيا ولم يطعدها في هذا الأمر لأنه اعتبر أن القرآن تبنى المذهب القديم في الإعجاز اللغوي والبياني واعتبر أن إعجاز القرآن بالأساس إعجاز لغوي وكان دليل على كده كلام منطقي إلى حد كبير أن القرآن أول مواجه العرب لم يواجههم لا بدقائق التشريع ولا عجائب الدلالات ولا بغيرها وإنما واجههم بكلام مخالف لما عهده بكلام ليس من كلام البشر فتأثرهم به باعتبار أن هذا الكلام مفارق لما عليه كلامهم لكن يبدو أن انشغال الأستاذ محمود شاكر بخصومته الفكرية مع الدكتور راحسين جعله يبالغ في دور الشعر الجاهلي يعني كأنه يحسن ويزين الشعر الجاهلي ويعظم منه حتى يكون المقارنة بالقرآن الكريم مقارنة لها معنى والحق كان الدكتور محمد عبدالله دراز أكثر اعتدالا في عرضه لخصائص التركيب القرآني كان الدكتور محمد عبدالله دراز له رسالة الدكتوراه عن الأخلاق بالقرآن الكريم لكن له رسالة تكميلية للدكتوراه عن القرآن الكريم كان بيقول أن القرآن الكريم كان ظهور القرآن خلقا للغة جديدة ولأسلوب جديد يقول أن كل الموضوعات التي تناولها القرآن غير مطروقة في الأدب الجاهلي يعني المقارنة هنا مقارنة مقارنة بين لو عايز تثبت إعجاز القرآن بأن تقرن بالأدب الجاهلي ده مقارنة غير صحيحة وغير منطقية لأن نادرا ما تعرض لموضوعات القرآن الشعراء والقطباء إلا من بعيد وبصورة مبهمة ومجزة وبذلك كما يقول دكتور دراز رحمه الله يحق لنا أن نؤكد بدون تردد أنه من الناحية اللغوية البحثة كان ظهور القرآن خلقا للغة جديدة ولأسلوب جديد أستاذ مالك بن نبي حاول في كتابه الظاهرة القرآنية أن يدخل طرحا جديدا للمنهج القديم الذي فسر الذي كان في تفسير القرآن وقال أنه إعجاز القرآن لابد إعجاز القرآن لابد يكون صفة لازمة له عبر العصور والأجيال هذا الإعجاز يدركه العربي القديم بفترته ويدركه اللغوي زي الجاحص بعد كده بالتدوق العلمي لكن لابد أن يدركه برضو المسلم المعاصر وبالتالي فما ينفع يكون الإعجاز هنا لغوي لأن ملكتنا اللغوية لا ترقى إلى القدماء ومالك بالنبي هنا يقصد أن تأثير القرآن على النفوس الذي لا يزال قائم على الرغم من تقدان ملكة اللغة والبيان ينبغي أن يدرس من جوانب أخرى غير لغوية والجانب من وجهة نظره هو تطبيق التحليل النفسي لدراسة القرآن بوصفه ظاهرة فهو يتناول الآية من جهة تركبها النفسي والموضوعي أكثر مما يتناولها من ناحية العبارة أو الألفاظ الشيخ أمين الخولي رحمه الله متوفى سنة 66 كان طبعا من تلميذ الإمام محمد عبد وهو يتفق مع أستاذه في كون الهداية مقصد قرآني عظيم لكنه لا يجعله هو الغرض الأسمى من دراسة القرآن الكريم بيجعل بيقول إن النظر في القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكبر وأثرها الأدب الأعظم هو دا المقصد الأساسي وبالتالي التأسيس لمقولة الدرس الأدب القرآن الكريم أو التفسير البياني أو الأدب القرآن الكريم كان المؤسس لها الشيخ أمين الخولي رحمه الله بالإضافة لكده الشيخ أمين الخولي وضع زي ما قلنا كده بذور التفسير الأدبي يعني باختصار المنهج الأدبي اللي حطه الشيخ القولي في تفسير الأدبي باعتباره باعتبار القرآن نصا أدبيا بيقول إن في بيتناولوا عن طريق صنفين المنهج الأدبي في التفسير صنفان صنف بيتناول دراسة ما حول القرآن لهو علوم القرآن والبيئة التي نزل فيها القرآن البيئة المادية والمعنوية يعني علشان ندرس البيئة التي نزل فيها القرآن بيئة العربي فهو حتى مثلا بيقول ما دمنا نذكر الحجرة والأحقاف والأيكة ومدينة ومواطن ثمود ومنازل عاد ونحن لا نعرف عن هذه الإشارات شيء فما ينبغي لنا أن نقول إننا فهمنا وصف القرآن لها ولأهلها يعني عايز يقول إن احنا لازم نفهم كي البيئة التي نزل فيها القرآن والثقافة العربية التي نزل فيها القرآن ودراسة في القرآن نفسه ولها مراحل أربعة سريعا النظر في المفردة اللغوية من حيث معاجم تطور زي ما أستاذ ج كان بيقول تطور اللغة يعني اللغة باعتبار اللغة حية تتطور دلالتها بتطور وتغير الزمن ودي اعترف الأستاذ الخولي بأن دي مهمة صعبة جدا لأن المعاجم لا توفر هذه المادة المرحلة الثانية استعمال القرآن لللفزة وده اللي كان الدكتور طه العلواني بيسميه لغة القرآن يعني كيف اللفزة دي وردت في العمد العرب لكن استخدام القرآن لها مختلف قد يكون مختلف عن استخدام العرب لها تتبع وردها في القرآن الكريم من خلال دورانها في القرآن الكريم دورانها كيف تدور هذه اللفظة في القرآن الكريم كيف استعمالها القرآن الكريم وبعد كده المرحلة الثالثة النظر في تركيب الجملة كاملة نظرة بلاغية لغوية وده بيكون فيه الأداة فيه هو أداة العلوم الأدب واللغة والنحن لكن الأستاذ الخولي بيعتبرها وسيلة للفهم وليست غرضا في حد ذاته ثم ينتقل المرحلة الرابعة اللي هي التفسير النفسي المبني على الإدراك البلاغي وهذا مبني على أن الفن القولي له صلة بالنفس الإنسانية لأن الأدب هو ترجمة لما تجده النفس كان الحال لأستاذ الخولي يعني نقدر نقول أنه وضع النظرية ولم يطبقها لكن جاءت تلميزه بعد كده الدكتور شكري عياد وطبعا هو وضع نظرية التفسير الموضوعي يعني يرى الشيخ القولي أن الفهم الكامل للقرآن لا يتم إلا من خلال التفسير الموضوعي يعني التفسير الموضوعي يعني نختار موضوع في القرآن الكريم موضوع معين ونبحث في القرآن نتتبع القضية موضوع الدراسة في القرآن طولا وعرضا في المناسبات والملابسات والأساليب والأجواء وبعد كده نفهم هذه القضية وطبعا لم يطبق كما قلنا الشيخ القولي هذه النظرية وإنما طبقها الدكتور شكري عياد في كتابه من وصف القرآن يوم الدين والحساب فقد طبق من خلاله نظرية التفسير الأدبي من حيث كونها تفسيرا موضوعيا وبرضو الأستاذة أو الدكتورة عائشة عائشة عبد الرحمن عائشة بنت الشاطئ زوجة الشيخ أمير القولي في كتابها التفسير البياني للقرآن الكريم طبعا التفسير الموضوعي إشكاليته أن هو بيدرس طبعا هناك ترتيبا للقرآن ترتيب النزول والترتيب المصحف الذي يتلى منذ 14 قرن الشيخ أمير القولي اختار في منهجيته في تفسير الترتيب الموضوعي أو التفسير الموضوعي لكن هذا الذي أثر في أوضاع القرآن الذي أثر في أوضاع وتاريخ المسلمين كانت قرآن ترتيب المصحف الحالي والأستاذ الدكتور نصر أبو زيد الحياة بيقول يعني عن رغم أنه يمكن هو أفضل من طبق التفسير الأدبي ده في كتاب التجديد والتحريم والتأويل بين المألفه وكتب فيه عن هذا المعنى كان يقول هنا كان لابد أن يدرك أن ما يمارسه القرآن من تأثير نفسي معجز ليس مردودا ولا يمكن أن يرد إلى القراءة الموضوعية حسب ترتيب النزول بل هو تأثير ناتج عن البنية الحالية للنص التي يطلق عليه القدماء ترتيب التلاوة أو ترتيب النزول يعني عايز يقول أن أنا وجهة نظري أنه كده بيضرب فكرة التفسير الأدبي في مقدم لأنه التفسير الموضوعي كأنه بيعمل نص جديد نص جديد له تأثير مختلف عن تأثير المصحف وضعه الحالي بختم المقال بنقد التفسير الأدبي للقرآن الكريم يعني ممكن نسميه رأي الباحث بأن القرآن الكريم لم يترك لنا يعني القرآن الكريم وضع في أول المصحف الهدف منه فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صحيح أن مدرسة تفسير الأدبي تؤكد على هداية القرآن لكنها تجعله غرضا فرعيا بينما البان أو القيمة الأدبية هي الهدف إلى أسماء تظل اللغة مهما بلغت في قمتها هي الوعاء اللي يحمل المعنى فالله سبحانه وتعالى لم ينزل الكتاب ويرسل الرسول ليعلم الناس اللغة أو يوقفهم على أصال بان غاية ما يفعل هذا الاتجاه في التعامل مع القرآن أنه يخرج لنا دراسات رصينة حول لغة القرآن وبيانه ودقة تصويره وموسيقى ألفاظه زي ما فعل سيد قد باقتدار في كتابيه التصوير الفني في القرآن ومشاهد القيامة في القرآن وهذا أمر عظيم لكن ليس المدخل الرئيسي لفهم القرآن وتفسيره من وجهة نظري إشكالية هذا الاتجاه أنها حولت المدخل الأدبي لفهم القرآن من كونه أحد أهم المداخل لفهم القرآن أو أداة من أدوات فهم القرآن إلى كونها المدخل الوحيد أو الهدف الأسمى في الفهم والتأويد يعني أختم بما قولت أو رأي الدكتور طه العلواني كان بيقول أن هناك فارق كبير بين اللغة حين يستعملها الإنسان للتعبير عن مكنوناته واللغة حين يستعملها خالق الإنسان ليضمنها نوره وهداياته لخلقه يعني طبعا أنا طولت جدا ده يعني كان ملامح عن المقال اللي كتبته وهو ما زال في طور النقد والإنضاج وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا وإحنا جاهزين بالسكاكين لا أنت ما خدتش وقت أقوله على حاجة هو الخمسة شردية كويس جدا هنفتح باب التعليقات أو الأسئلة أو النقاش للكلام اللي قاله محمد يسين أنا عندي مجموعة نقاط لو ما فيش حد عنده سؤال وفيه حاجات أحب أن أنا أوضحها وأضيف عليها يعني هو كلامك عن الرفعي وكلامك عن دراز وكلامك عن طاحسين وانت جبت المشوار كله حتى من القديم للحديث مسألة إعجاز القرآن فيها جانبين برده جانب أول اللي هو ناس اللي هي بتحاول توصل إلى ما يتعالى به القرآن على غيره يبقى إعجاز القرآن كده زي ما يقول مثلا الرفعي وزي ما يقول دراز ودية الرؤية اللي صارت في الأزهر عمواً يعني أنه دراز يقول لك أن أنا بقول بلغة طبعاً مش بكلام ما نقول منه أنه كل ما اعتادت عليه البشر فالقرآن مخالف له يعني إيه القرآن لكي يكون معجز يبقى مخالف لكل طرق البشر فيه فأنت لما تدرس بقى البلغة البشرية اللي هي بقى في النحو في النثر والآخر في الشعر وفي النثر وفي كل هذه النصوص أي حاجة توصل لليه يبقى القرآن مخالف عنده يبقى تفرد القرآن بمخالفة لكل ما يأتي به البشر لأنه إيه زي المقولة اللي أنت قلتها عليها الدكتور العلواني على إنه إيه استخدام الله للغة غير استخدام إيه البشر للغة ما بيستندوا إلى النقطة دي بس المضرب لهذا الموضوع إنه ربنا بتكلم الإنسان أصلاً يعني إيه يعني إذا كانت هناك اللغة اللي بيكلم بها الله سبحانه وتعالى الإنسان لغة مفارقة عن إدراكات الإنسان للغة مش هتوصلوا الرسالة ف قمة الإعجاز يعني بالضبط كده أنا وإنت بنلعب هقول مثلاً يعني إيه خارج عن الموضوع شوية لو أنا وإنت بنلعب شطرنج وأنا قمت ماسك الملك بتاعك كده قمت رمي كده رمي كده عافية يا محمد ياسين أنا عافية مني كده ده حاجة وبين نشيل الملك بتاعك بقواعد لعبة الشطرنج فقدرة الله سبحانه وتعالى وقدرته إيه؟ على إيصال رسالته باستخدام قواعد إيه؟ ده اللي يعمل الإعجاز ففيه صراع ما بين النظراتين دول أنا بقى رؤيتي لموضوع الإعجاز وعبارة عن إيه؟ لأن كلام كتير بيتقال في الموضوع ده أنا الإعجاز مش معنى التفرد ولا المفارقة ولا الإعجاز هو الطريقة الخاصة بس ما توصلش بقى لدرجة إيه؟ لسان القرآن زي ما بيقولها شادي ولا زي ما بيقولها الدكتور العلوان اللي هي مفارقة لاستخدامات البشر لا الطريقة الخاصة التي يوظف بها ممكانات اللغة لإيصال رسالة أكيد اللغة موجودة قبل محمد ياسين وقبل مني وكل الكلمات اللي هو استخدمها والكلمات اللي أنا باستخدمها موجودة قبل منها ولها حمولات تاريخية بس ممكن يكون محمد ياسين له طريقة في استخدام هذه الممكنات المتاحات اللي هي متاحها له ومتاحها ل smallに ومتاحها لهالة ومتاحها الأنسام ومتاحها الآية ومتاحها لكل الناس كل واحد منه يبلغو 5000 كلمة مثلا وطريقة استخدامه وتركيبه معاه يفرق بقى وهي ده اللي يجيب بقى المحك الأدب يا محمد بتاع الدرس الأدب قيمة الدرس الأدب في إيه؟ إيه اللي يفرق كلام عن كلام طبعا مش بطريقة إيه؟ إن جزالة اللفظ زي القدماء ما كانوا بيقولوا البذرة فيها في الكلام اللي كان بيقولوا الجورجاني طريقة السبك والرصف والنظم بتاع الكلام يعني قدرة هذا الكلام في التأثير على المتلقي طب القدرة دي بتيجي منين بقى يعني أنا لو جاي دلوقتي بقول كلام بكرر كلام أنا قلته من شوي ولا كلام أنا قلته مبارك ولا بقول كلام محمود مصطفى هو اللي قيله تأثير الكلام بيجي من جدته جدته يعني إيه؟ بما يأتي به من جديد ولذلك لما الخول بيتكلم على أهمية الدرس الأدبي والبياني واللغة والقرآن قبل ما ندور بقى على هدف الهداية وقبل ما ندور على إن إحنا ناخد أحكام فقهية وقبل ما ندور على إن إحنا ناخد فلسفة ولا منطق ولا توجهات سلوكية ولا كده من القرآن نفهمه كطريقة نظم كطريقة بيان باللغة العربية على حسب آخر ما توصلنا إليه كبشر في كيف ندرس اللغة ده بييجي من إحنا بندرس خصوصية استخدام القرآن لللغة العربية اللي هي برضو أركستان بتبتدي من المتاحات لأن كلمة من وفي وعلى ومحمد وآتى وذهب كلها موجودة قبل القرآن ما ينزل لكن القرآن اللي ممكن يجب بالو إيه أسلوب خاص في استخدام وتوظيف هذه الكلمات لعمل معاني قد تسيطر وده اللي حصل معاني القرآن ذاتها اللي سيطرت على اللغة يعني كل الناس اللي بتيجي تدرس لغة عربية ولا تدور على أصول اللغة العربية بتساند على شواهد منين وإحنا عندنا نصوص مكتوبة عند العرب القدماء ما هو اللي وصل لنا عشان كده إدراك محمود شاكر وغيره لأهمية الشعر الجاهلي لأنه علشان أشوف كلام جمال ده له قيمة ولا ملوش أنا بشوف أنه كلام جمال ده بيرد على كلام محمد يسين أو بيعلق على كلام محمد يسين فإدراك لكلام محمد يسين يبين أهمية وقيمة كلام جمال ولا عدم قيمته فأنا لما بروح أجيب الشعر الجاهلي لما بستند محمود شاكر وغيره اللي كده مش علشان هو عايز يحصر معاني القرآن في الشعر الجاهلي لا عايز يعرف أنه الطريقة الخاصة لاستخدام القرآن للكلمات العربية تبان لما نشوف بنشوف القرآن في الايه في حتة الايه الخلي طبعا كما ركز على مسألة البيئة دور البيئة في تكوين النص هل الشعر اللي بيقول القصيدة ده زي ما شادي بيقول لنا يعني ملناش دعوة هو عايش فين ولا كان ساكن فين ولا كان طبقته الاجتماعية ايه ولا هو في سنكام ولا ملناش علاقة نحن ملناش علاقة بالنص الخلي بيقول لأ بيقول لأ مهم جدا نحن نشوف البيئة اللي هو ايه كان فيها لأن النص مش بيجي بس من ذات الفرد لا ده بيجي من ذات الفرد اللي هو موجود في بيئة من أول استخدامه للغة فلذلك مسألة إعجاز القرآن في وجهة نظر هي الاستخدام الخاص للقرآن للغة طب نوصل إليها إزاي دي بقى طبعا أكيد من خلال دراسة نصوص القرآن ذاتها بالطريقة اللي كان الخلي وقبل منه محمد عبده المنهك ده موجود إن احنا ما ينفعش كده نيجي ندرس القرآن كده هو لوحده زي ما شادي بيقعد يدعونا يعني لازم أن نشوف علاقة هذا النص أو تلك النصوص أو تلك الخطابات بالإيه بغيرها من خطابات لأنك بتجاوب على أسئلة بترد شبهات بتعمل فيه تفاعل ما بين ما بين النصوص دي وخارجها الحاجة التانية إن احنا نشوف لأن احنا كلنا متفقين على إنه القرآن نزل منجم ما نزلش يعني كل مرة واحدة جده كتاب مكتوب ولا حاجة لا ده ظاهرة وتركيزك على الكلام بتاع نصر أبو زيد هو نصر أبو زيد بيقول إن احنا ما نقدرش نفهم القرآن بس على حسب ترتيب النزول لأن مش هي دائرة البنية اللي أثرت في تاريخ المسلمين لابد ندرسه على حسب تاريخ النزول بس برضو إيه؟ على حسب بنيته الحالية لأن البنية ديت هي المصحب بشكله الحالي هو اللي أثر وشكل المعارف اللي أحنا نسمعها الحضارة العربية الإسلامية عند المسلمين فلازم أن يبقى إيه؟ المنهج هو بيقول المنهج يكون الجانبين موجودين ما قالش داي الغداء فهو متفق مع الخولي لأنه هو امتداد لمدرسة الخولي في حتة عايزة أشير إليها بس عجلاتا خارجة عن الموضوع بس لها علاقة يعني اللي هو موضوع طاحسين والشهر الجاهلي ومحمود شاكر والناس كلها بردو يعني إيه؟ محمود شاكر ركز على أنه طاحسين ده هو دي أدوبك بين إيه الكلام بتاع مارجليوث اللي هو كان موجود بتلات أربع شهور في المطبوعة الفلانية قبل ما ينزل كتاب طاحسين في سنة ستة وعشرين هو الكلام ده مش دقيق قوي يعني اللي أثر في طاحسين أساسا هو حضوره سنة تلاتة وعشرين مؤتمر اللي هو كانوا بيعملوا بقى للتاريخ يعني المستشرقين وكده فلقى أنه الجماعة اللي بيدرسوا للحضارة اليونانية والحضارات يعني التاريخ اليوناني الأدين يعني الثقافة اليونانية بيعملوا نقض تاريخي لكل ما هو عن طريق الشك يعني بيشكوا في كل ما هو جاي لنا مروي عن مروي ما هو برضو عندهم بروايات على فكرة مروي عن الثقافة اليونانية القديمة اللي هما بيعملوا بحث تاريخي بيبدأ من الشك في صدق هذه الظواهر والكتب والمؤلفات والحاجات اللي جاء لنا عن طريق اليونان خلي بالكم إن طاح سين كانت رسالته للدكتوراه في ابن خلدون بس هي كان بيعمل رسالة في التاريخ طاح سين لما كان بيدرس في الجامعة الاهلية كان بيدرس تاريخ هو بدأ يدرس أدب عربي ولغة عربية ونقد أدبي لما انتقلت الجامعة بقت الجامعة حكومية 25 فهو سنة 29 كان شغال في التاريخ وإذاك أول كتابات اللي طاح سين هتلاقي كتابات اللي لها صبغة تاريخية وطبعا كتاباته حتى اللي كلها علىها مش السيرة كله هو صبغة تاريخية موجودة في الموضوع فاللي مؤثر في طاح سين هو الرؤية بتاعته دي إنه الشعر الجاهلي دهوت هل هو شعر حقيقي شعر كان قبل الإسلام ولا هو شعر منحول وكان موجود وتكتب وتألف وتم سيغط لإنه الشعر ده مجموعة إمتى هنا بقى شادي هينبسط آه وكل ده مجموعة في مرويات الجمعة زي فترة التدوين كده اللي حصلت في كل العلوم برضو فترة هتلاقي المفضليات بتاعت فلان والمفضليات جمع قصائد شفاهية كان يتم تبادلها شفاهياً احنا بتكلم على قرن ونص بعد الإسلام بس إحنا طبعاً عشان نضرب طاح سين ضربة قاسماً ومجرد بيردد كلام مرجيليوث أستاذه وإيه اللي هو والبحث اللي هو معمول باللغة الفرنسية ده أصلاً عن الشعر الجاهلي وكده ده تلت أربع شهور قبل كتاب طاح سين كتاب طاح سين هو عبارة عن محاضراته في السنة اللي قابلها في الجامعة فالحيطة ديها تشكلية بس إيه لها 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 دور طبعاً طاح سين مش معناه أن التشريك في الشعر الجاهلي طاح سين هو ذاته الرؤية ديها بحثت علمياً لا الشعر الجاهلي كان موجود ونقدر نستند إليها يعني طاح سين حممكن نختلف مع نتاج اللي وصل إليه بس الموضوع مش بسولة كده جده إن عشان إيه ده هو بيسمع كلام المستشريقين وماشي معك لأ طاح سين كان بيحاول يعمل درس تاريخي بينقض بهذا الموضوع ده هيتقاطع مع كلام محمود عماد بقى ودرس محمود عماد لي عملية التفسير بس طبعاً لا يمنع الأمر إنه وشادي الحقيقة هيبيعلق على كلامه أنا ومش بيعلق على كلامه رسالة طاح سين دي موجودة دكتورات تاعة المخدون آآ آآ ده والترجمت الراجل عنان المحامي ده مترجمها بسنة سبعة ورشلين ده رسالة وقفة على رجلين يعني طاح سين عامل فيها شغلية جداً لأن هي اللي كان عاملها في السربون في سنة سبعتاشر تمنتاشر يعني آآ آآ لا لا فيها طبعاً أنا ممكن أدور لك عليها آآ أنا كنت حطيتها تقريباً دور عليها في الفايلات اللي هي موجودة على على صالون تفكير تقريباً أنا رفعتها مرة أو حد رفعتها مرة كمان بترجمة محمد آآ عنان ساعة خمسة وعشرين آآ شادي تفضل الحقيقة بالنسبة لدكتور محمد المقال يعني ما أكثر من ممتاز صراحة يعني آآ آآ لما جوانب كتيرة ويعني يمكن آآ شاف صدري أنا آآ بالذات كمان لو انت ماريتش المقال ده انت سمعت المقال سمعت لك لما تقرى المقال أربعة تلاف وتسعمائة كلمة جميل آآ وفي حاجات كتيرة أنا متتفق معها مع دكتور محمد صراحة يعني في حاجات كتيرة يعني متتفق فيها وفي حاجات قليلة بنختلف فيها بس آآ بالنسبة لل آآ آآ حضيف بالنسبة للموضوع الاعجاز يعني إحنا عاوز بنفكر بس يعني هل 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 يمكن منطقياً لإله أن يتحدى بشر يعني حتى مش مش مقبولة منطقياً كصيغة إله أنه يتحدى بشر الواحد يتحدى واحد شبيه عشان يعني يوصل لتحدى أو هتحدى أو هتحدى العرب في اللغة طيب اللغة أساساً وسيلة يعني اللغة نفسها مش غاية يعني دكتور محمد قال الحتة دي ومن الخول يأكد عليها اللغة أساساً وسيلة مش مفيش واحد بيتفاخر بلغته على لغة أقوام آخرين طب وإذا ادعينا إن الرسالة دي عالمية فإيه المفروض إن احنا يعني هتحدى بها بقيت البشر إزاي؟ بس كان هو بتحدى بها العربي إذن هي مقصورة على العرب آآ فده طبعاً بيشكك في الغاية من هذا النص النص فعلاً كتاب الحكمة والهداية الهداية الإنسانية فهل النص ده متوافق مع العقل والمنطق والإنسانية؟ هو ده اللي يهمنا هي والنص جاي عشان كده آآ ده ده الدعاء من عندي بس أنا ده يعني شايفون ده منطقي يعني شوية آآ آآ هل النص فعلاً زي مسؤوس محمد قال الدكتور محمد قال لكتاب تاريخ آآ طبعاً مش معقول لإن كده أنت بتنوت النص طيب مسؤوس جاناً دايماً بيقول آآ النص مرتبط بالبيئة وإحنا مش هنخالف الماتة ورصناه طيب يعني طه حسين دخل في جدال في الموضوع ده بسبب إيه؟ بسبب إن علمياً وأكاديمياً وتاريخياً بما إن حالات قلت ده أساس تاريخ هو شايف إن دي مرويات ما فيش دليل يقيني معلش أعتذر لكل من هو مؤمن بأن النص نزل في مكان معين وفي تاريخ معين بس لا هنا لا يوجد دليل على هذا الكلام فأنت ما تيجي تناقش نص موضوعياً ما ينفعش إن أنت تنطلق منطلق إيماني بأكد على كل الدكاترة والأكاديميين والباحثين لا يجوز أن تنطلق منطلق إيماني حين درست نص أنت بتواجه مستشرقين فلازم تكلمهم برغتهم ما عندكش دليل يثبت ذلك إلا الإيمان اللي هو الإيمان الغيبي تاني حاجة موضوع الغيب هل هو فعلاً إحنا نؤمن بالغيب يعني الغيب ده اللي هو معلوش دليل ده تفسير مشوه لكلمة الغيب وكلما غاد عنك وهو حاضر في أذهان الآخرين أو ما هو يمكن اكتشافه إذا لم يكتشف علمياً ومنطقياً وعقلياً لا يمكن أن يكون غيب سيكون خرافة قولاً يعني بالنسبة لنا بالنسبة لذلك غيب النقطة التالتة اللي أصارها لأستيس محمد برضو المعاجم المعاجم ركزت المعاجم اللغة كلها ركزت على العصر اللي هما كانوا عاشين في العرب العصر عباس طيب هل اللغة بقنا دوقتي ألف مثلاً لألفين سنة حد عارف النصة ما نزل كان نزل باللغة دي كانت معانيها إيه محدش يعرف اللغة متغيرة زي من أساس جمال بيأكد دايماً اللغة المستخدمة في القرآن استخدمت بكود معين بطريقة معينة ووظفة التوظيف معين فده كلام جديد ويجب على الباحثين يعني التطقيق فيه إن كيفية النظر لأن اللغة لو الباحثين آمنوا إن اللغة متغيرة وإن النص ممكن يوظف يوظف المفرادة أو الحروف نفسها بطريقة معينة ده حيؤدي النتائج أخرى ممكن تكون صورة معرفية بالنسبة برضو للكلمة اللي قالها الأستاذ محمد برضو دوران المفرادة في القرآن يجب التركيز عليها ولو كان من عند الله غير الله لو وجدوا فيه اختلافاً كبير أو كثيراً أي دراسة لأي نص وأستاذ جمال طبعاً عارف الكلام ده إن لازم نستخدم لازم ندرس أسلوب الكاتب أي أن كان الكاتب لو النص ده من بشر لازم ندرسه هو مفيش غيره النص ده متفرد لوحده هنقول إن هو مجهول زي مخطوطات كثيرة مجهولة الهوية عشان تطلع معانيها لازم تدرس النص من داخل السياق نفسه موضوع أن القرآن نزل منجم وده آخر نقطة منجم وهذه آخر نقطة هتكلم فيها ده موضوع برضو اجتهادي موضوع جاي من ابن إسحاق أو قصص أو روايات ممكن يكون النص نزل كامل إحنا ما نعرفش ما فيش حد عندي دليل إن النص نزل منجم أو نزل في مكة ونزل في المدينة ده إيمان فقط ليس عليه دليل فأنا بدرس النص كائن ككل بدرسه كله على بعض وبشوف المفردات كيفية استخدامها إزاي أنا مش ملزم بقى بأن ابن إسحاق يقول لي ده مكة وده مدني ودي اجتهادات ممكن يكون بواحد بيشوف الأسلوب ده بيتكلم في الدعوة أو الصبر فيخليها طبعا المرحلة المكتية عشان ابن إسحاق قال كده أو بيتكلم على التشريع فيخليها في مرحلة المدنية اجتهاد فيعني دي برضو دي آخر نقطة بيتكلم فيها بس هو المقال بتاع بقيته محمد وكلام المسكس جمال يعني أشفى صدري فعلا ومزاكم الله كل الخير انت ألقتيني انت ألقتيني كده لما قلت أشفى صدري علشان كده أنا هقول برضو قبل من عطل محمود كمان نقطة تانية برضا أنا كنت تنستها وكلام شادي فكرني بها الصراع ما بين عالمية وما بين عروبة يعني منطلق مالك بالنبي اللي هو يعني إذا كان القرآن بقى جاي بيتحدى العرب بالعربية والآخر بالوقت إحنا خمس المسلمين هما العرب وأربع خمس هما هماش عرب وحتى العرب اللي هما ده لا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا العرب اللي هو بتاع لغة القرآن يعجازه جاي فين بقى والحاجة التانية اللي هي أشير إلي أكتر من مرة يعني لابد أن يكون الإعجاز مستمر عبر الزمن نبقاش بس مخصوص بأنه كان بيواجه العرب اللي كانوا موجودين في القرن السابع ففي صراع ما بين الجانبين دون ولذلك يعني أنا بتمنى عليكم أنتم تقروا اللي مهتم يعني يقرأ الصراع ما بين المقدمة اللي كتابها محمود شاكر لترجمة كتاب ملك بالنبي اللي هو الظاهرة القرآنية يعني كتاب ملك بالنبي معمول بالفرنساوي وعبد السابور شهين ترجمه من الفرنسية للعربية بس محمود شاكر يعني قالوا بقى أنه محمود شاكر يعمل فمحمود شاكر عمل مقدمة يأخذ فيها الكتاب يعني بقولي أن ده مش دراسة في علوم القرآن يعني ده دراسة في علم الكلام لأنه بيقرن ما بين الكتب المقدسة يعني وبين القرآن فبس فيها حتة الصراع ده ما بين الابني هنا بقى المحكة ما هو بالرغم من المصحف والخطابات القرآنية موجهة لعرب اللي موجودين في القرن السابع وبيخطبه هو وبينقشهم طبعا شادي مش عايز يقول الكلام ده مش عايز يربط القرآن بالتاريخ بس هو لقد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها شادي بقى لأنه يعني عايز يفتح الإسلام للسلام والوئام ونعيش ونبوس في بعض كده في نيوجيرزي لأنه مضطهد وأقلية دلوقت خلي بالك وأقلية في أمريك فعايز يعلى آيات القرآن كده في السماء تبقى عبارة عن رمز تبقى عبارة عن أيقونة وكل واحد بقى يسقط على الأيقونة دي من إيه من المعاني اللي هو عنده لكن إنت لما تربطه بالتاريخ يبقى هتأيد شادي بمعاني معاني وخش في الصراعات بقى معه التراث الطويل من التفسير وكده مش هيدي نقطتي دلوقتي نقطتي هنا إيه إنه بالرغم من أي خطاب مرتبط باللحظة الزمنية وبخطب بشر محددين بطبيعة اللغة ذاتها فيها بتنقل إلى معاني عابرة للزمن ما هو شيكسبير كتب المصرحية بتاعته وعارفين أنه بيكتبها في بريطانيا من ربعمائة سنة وبتكلم عن الملك ريتشارد وبتكلم عن الواقع اللي هو ده لكن برد ومعاولة بالانجليزية الأديمة لكن بالرغم بعد ربعمائة سنة إحنا بنعمل لها بالعربي ويقف زكي طليمات على المصرح ويقول إيه حتى أنت يا بروتس وتبقى لا إيه معاني وإحنا هو بأكد على الحتة دي شادي غاب المرة اللي فاتت في المصرح وعملنا مسرحية مسحة الدنيا شادي من غير وجودك وكان فيه دور كويس جدا لك ودور الشيطان واختروني أنا من دون الناس كلها قوم بدور الشيطان بالرغم من المصرحية هو معمولة الواحد أسباني ومعمولة باللغة الأسبانية وإحنا ترجمنا يعني واحد ترجمها من الأسبانية إلى اللغة العربية من قصين الفصحة وجه بقى أكمل ونتاشا حاولوها بقى كمان باللهجة باللهجة القاهرية وإحنا ممكن نغير أسماء الشخصيات بكرة بدل مثلا وريكاردو ونقول عليه عبد الحميد وبرضو تظلل إيه النص يقول يقول معاني تمسينا وتمس وقتنا بالرغم منها مكتوب فده من طبيعة اللغة يبقى إذن عالمية القرآن وعالمية رسالته لا تتعارض مع أن إحنا نفهمه في إيه في سياق اللحظة والزمن والتاريخ والمعاني اللي كانت موجودة النقطة الأخيرة هيت عشان إحنا طولنا فهيجي شادي هذه كلها مرويات شفاهية لا يمكن أن يعتمد عليها وليست أدلة علمية والدليل العلمي اللي عندي شادي هو إيه هتلي حتة حجر ولا هتلي حتة إيه رق من الرقوق ولا بردية من البردية يا سلام يا سلام طب إيه رأيك بقى إنه كل القرآن اللي موجود معانا الآن جاي بالطريقة الشفاهية وعلماء القراءات اللي هم بيعملوا لك المصحف اللي أنت بتعتمد عليه لا يعتدون بالنصوص المكتوبة المخطوطات لأنها كده دلوقتي لما تجيب لي مخطوطة مصحف طيب مين بقى اللي كتب المخطوطة دي وإيه حجيتهم يعني أنا أنا قلت المثل ده لو أنا هو أنا جمال هوت يا سيدي قاعد في بروكل مغرد عايز أهيد بالإساند هو وقاعد وكتبت مخطوطة دلوقتي هوت بخط إيدي وحرفت في القرآن وبعد ألف سنة لقوا المخطوطة وعملوا برضو الكربون وبتاع كده وقال لك إيه ده هذي بقى بتعود لألف سنة سابقة أقرب للنبي من إيه نحن نعتمد إيه دلالتها دي بقى مين اللي عملها إنما الرواية الشفاهية للقرآن بيجي الشيخ محمد خلف الحسين الحدد يقول أنا عمي حسن تعلمت عليه وعلمني القرآن ده هاي وهو قال لي إنه هو خد عن الشيخ المتولد والشيخ المتولد اللي قال له إنه هو خد عن الشيخ الفناني وسلسلة من محمد خلف الحسين الحدد لحد النبي دخل في سبعة وعشرين إيه جيل سبعة وعشرين راجل بينه وبينه هنا بالرغم إنه هو شفاهية هي سندها وقوتها وحجيتها أفضل من لو مخطوطة لقيتها لأن المخطوطة مين اللي كتبها وبأي دلالة ما فيه مصاحف طبعها الفاتيكان من 1400 و1500 وشوية مثلا فالدليل المادي مش هو بس الدليل يا شادي ما هو إحنا مش بييجي عندنا في الحضارة المصرية القديمة ناس طمصت وكتبت وكل ملك بييجي بيعمل وإيه ده إحنا يا راجل غيرنا شارع فؤاد وشارع النظل لشارع الجيش ده من 65 سنة نقول بقى محمود عماد عشان إحنا طولنا آآ محمود بقى بيقدم مقالته عن آآ نظرية التأويل تفضل يا محمود السلام عليكم عليكم السلام شكرا يا أستاذ جمال وشكرا لأستاذ فاطمة ودكتور محمد ياسين على المقالتين اللي وطاف دول والمقالة بتاعتي هتبقى لها علاقة أو يعني هتكمل على كلام أستاذ محمد ياسين أنا كنت عايز أنا أقول الأول وهو بعدي عشان هيبقى هو يكمل عليها بس وإننا عكسنا الأدوار فأنا حربت بقى في الآخر فهي قبل ما أبتدي بس في المقالة أنا كنت عايز أقول أنه كان فيه فكرتين في دماغي عايز أكتب عنه وكنت محتار مين فيهم اللي تكتب الفكرة بتاعة نظرية التأويل اللي هي بتاعة المقالة دي وكان في دماغي أنه أنا أكتب عن محمود شاكل لأنه أخد الجزء اللي موجود في الكتاب وأكمل بقى عليه من كتب محمود شاكر وأنا قررت شوية كتب من كتبه يعني بس حسيت لسه برضو يعني ناقص شوية أن أنا يعني أتكلم عنه بشكل مفصل فأقولت إيه أخد نظرية التأويل برضو الجزء ده كان شغلني كتير وأنا بقى أرى الكتاب وستفدت كتير بقى لما أكتبت الشغل على المقالة دي فأنا دخلت المقالة نقول طبعا الملخص بتاعها مش هقولها كلها أنا دخلت المقال بسؤال أنه هل فيه معنى واضح يقدر كل البشر أن هم يشموه من القرآن فأنا بالنسبة لي كواحد مؤمن أن القرآن ده الرسالة الأخيرة من عند ربنا فكانت دايما الإجابة الأولى والأخيرة بالنسبة لي هو طبعا يعني نعم مليون في المية لكن برضو كان عندي كل ما بعرف أكتر طيب الناس اللي مش بيعرف ويتكلم باللغة العربية حيقدروا يفهموا إيه من القرآن الناس اللي جوم بعد سنين طويلة من اللغة وهل العربي دلوقتي يتغير عن العربي اللي نزل فيه القرآن فكل ده كان مدعا للبحث في هل فعلا القرآن في رسالة يقدر يوصلها لكل البشر ولا لا فكان المحكب النسبالي في موضوع المحكم المتشابه وفكرة كتاب أستاذ جمال اللي كان بيقوم عليها فكرة التوتر وإنه دايما فيه كده أي حالة هو الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وفيه هل فيه معنى ولا ما فيه معنى وكده فأنا كنت دايما نسأله أستاذ جمال وقوله طيب القرآن هو اللي قال إنه فيه آيات محكمة وآيات متشابه فعال ده بيثبت إنه فيه آيات محكمة عند الناس كلها هتبقى محكمة ولا لا من هنا بقى ابتدى نقطة البحث في المقال بتاعي ف الصوت وقف تعريبا الانترنت آه دائف عند آه محمود الصوت وقف شوية محمود وبعدين دلوقتي كويس آه دلوقتي انت ظاهر دلوقتي يعني طب وقف من عند فين بالزبط آه لما ابتديت انت تبحث يعني بعد سؤال الجمال على موضوع المقال في معنى راح فلاقيت ان في من الناس اللي بيقول ان القرآن كله محكم وبيستدلوا على ده بآية سورة هود كتاب احكمت آياته ثم فصلت فهم بيقولوا ان القرآن كله محكم وفي رأي تاني على النقيد بيقول ان القرآن كله متشابه وبيستدلوا وردو على آية سورة الزمر الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مسان فبيقولوا ان الكتاب كله متشابه والرأي التالت واللي هو اكثر تفصيلا اللي بيقول ايه بتاع سورة آل عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات ومحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فالآية بتطرح سؤالين كبار السؤال الأول آيات محكمات واخر متشابهات يعني ايه محكمة يعني ايه آيات محكمة يعني ايه آيات متشابهة والسؤال الثاني ايه الرسخون في العلم اللي هم هايبقوا بشر وغلماء دول هايبقوا عندهم تفسير الآيات المتشابهة ولا هما ما عندهمش التفسير وكل اللي بيعملون ان هما بيقولون امنا به كلهم من عند ربنا حتى لو هما مش عارفين معني فابتديت امشي ورا تفسير الآية دي وجبت بعض المفسرين المسلمين بترتيب زمني كده اللي هما ايه بالنسبة لي يعني جبت الأشهر فابتديت طبعا بالطبري 310 هجرية وجبت تفسيره للآية ومن خلال تفسيره ويعني واستقراء لتفسير الطبري لنظريته هو الشخصية التاوي فتفسير الطبري بيقول واما المحكمات فانهن اللواتي قد احكمنا بالبيان والتفسير واظبتت حجبهن وادلتهن على ما جعلنا ادلت عليه من حلال وحرام ووعد وعيد وثواب وعقاب وامر وزجر وخبر ومثل وعزع وعبر وما اشبه زلك وآيات اخر هن متشابهات في التلاوة مختلفات في المعايين فهو تقريبا الطبري بيشوف ان القرآن كله محكم او واضح بس فيه اختلاف في درجة الوضوح يعني هو كل واضح لكن فيه اختلافات بس في درجة الوضوح ففيه ايات واضحة جالية كل الناس تقدر تشوفها وفيه ايات تانية تحتاج لبعض البيان والتوضيح هنجيب منين بقى البيان والتوضيح دوت بيعتمد على الاحاديث الرسول ومرويات الصحابة والتابعين وده طبعا نقدر نشوفه بوضوح في تفسير التبري دايما لما بيبتدي بيبتدي بالاحاديث والمرويات عن الصحابة والتابعين وبعد كده بيلجأ للغة واهل اللغة وبيستعين كمان بأهل الكتاب ومرويات الكتب السابقة او ما يعرف بالاسرائيليات ديد تقريبا العناصر اللي بيعتمد عليها التبري في نظريته للتقويل بعد حوالي 300 سنة من كده يعني 606 هجريا بقى جبت الامام الرازي و نظريته في التقويل ف بنظرية الامام الرازي فيها ثلاث قواعد الاولى ما يتأكد ظاهرها بالدلائل العقلية فزاكا هو المحكم يعني يشوف ان المحكم هو اللي ظاهر الاية بيتماشى مع الدليل العقلي يبقى هو ده كده بالنسبة له المحكم الرقم اثنين اللي بتقوم الدليل القاطع على امتناع الظاهر يعني الدليل العقلي بيقول انه ظاهر الاية ما يمشيش كده فلازم يبقى نعمله تقويل بعدها كده بنسباله دي الدرجة التانية رقم 3 اللي ما يبقاش فيه درجة ترجيح قوية يعني فيه دليل لكن برضو ايه ما نقدرش نرجح بشكل كبير فيجوز فيه التوقف يبقى ممكن ممكن نرجح التأويل وممكن نقف على الظاهر وهو بيقول وإيه والراجح حصل في إجراها على ظاهرة يعني تترك على ظاهرها لو احنا مش عارفين ايه لو الدليل بتاع العقلي ما يقدرش يرجح بشكل كبير يعني لو 50-50 يبقى الظاهر هو الرقم دي كده ملخص نظرية الرازي ولو كان لو حد يفتكر يعني أستاذ محمود مصطفى كان بيتكلم عن نظرية ابن رجد في التأويل وهي تقريبا يعني تشبه نظرية الرازي شوية يعني أنا كنت أحضفها في المقال بس أنا قلت ايه أخد العلماء المحسوبين على المفسرين يعني رغم بإعتبر الرازي فيلسوف ومفسر وكذلك الشخصية الثالثة اللي هي بعد 300 سنة من الرازي وهو ابن تايمية وابن تايمية ما كتبش في التفسير لكنه كتب كتاب فيه أصول التفسير ووضع فيه نظريته للتفسير أو للتأويل وقال إن القرآن يفسر بالقرآن ثم بقول الرسول ثم أكوال الصحابة ثم ما اتفق عليه التابعين لكن الفكرة بقى عند ابن تايمية إنه خلى إجماع التابعين حج يعني إنه يبقى فيه إجماع كده من التابعين ده بالنسبة له يعتبر حجة ويه ثم بعد الصوت وقف ثاني عند محمود الصوت وقف لمدة عشر ثواني أنت كنت تكلمت عن ابن تايمية أيوة وقلت يفسر القرآن يفسر بالقرآن ثم بقول الرسول بعد الإجماع بعد إجماع التابعين يأتي بعد ذلك استخدام المفسر أو التفسير المفسر برأي أو إعماله العقل بعد أن يكون مؤهل طبعا فيه هنا يعني ناس كتير بتقول إن ابن تايمية بيحرم التفسير بالرأي أو التفسير بالعقل وده مش صحيح ابن تايمية بيقول بالتفسير بالرأي لكن بالنسبة له إن ده يجي في الدرجة الرابعة بعد كل ده بعد الخطوات دي ويكون إن المفسر عنده من التأهيل العلمي اللي يخليه يقدر يستخدم رأي فهو كان بيقول أهمية للعقل لكن كان برضو في مخيلته هو بيكتب فوضى التأويل إنه عايز يحارب فوضى التأويل والناس اللي هي عايز تخرج النص عن صياقه وتحط أي معنى كده ما يحتملوش النص وتفسر برأيها فهو عشان عشان كده عمل القواعد العملها يعني بالدرجات اللي هو لو فيه حديث يفسر يبقى الحديث أولى وثم الصحابة ثم التابعين ثم بعد كده التفسير بالرأي دي كده كانت ده كان الجزء الأول اللي بيعني بالنظرية التأويل عند المفسرين المسلمين من خلال تفسيرهم للآية بتاعة آيات المحكمات والمتشابهات الجزء التاني بقى اللي بيدرس الهيرمنيوتيقة أو التأويلية وده بقى الجزء اللي بيرجع الفضل فيه معرفتي بقى بأستيس جمال وكتابه وكتاب دكتور نصر اللي من خلال طرقتي ليهم بقى بدأت انا اروح ادور في الهيرمنيوتيقة وأصلها وكزورها وبتاع بس طبعا يعني أنا لسه بدرس ولسه مبحث فمش هقدر أكلم عن الموضوع بالتفصيل فأنا اكتفيت بحث لباحثة اسمها أوريليكا مارتنسون هي أستاذة فلسفة ودراسات أديان في جامعة العلوم في النرويج ففيه ممكن نقول نظريات كبيرة هتكلم عنها نظرية مقصد القارق لجادماير ومقصد المؤلف لهيرش مقصد القارق بملخص هيعني ان القارق بيتأثر بوعيه في قراءة النص وهو يقرأ من خلال تجربته السابقة وثقافته المكتسبة والحاجات دي كلها بتخلي فيه عنده انحياز مسبق أول ما بيقرأ النص ده بيجي في شكل كده لاواعي يفسر النص من خلال اللواعي بتاعه هو بناء ان هو يعني هو أصلا عنده لغة فاهمها في دماغه من قبل ما يقرأ النص فلما بيجي يقرأ الكلام ده بيخليه يفهم على فهمه هو فالقارق هو اللي بيشكل النص وبيشكل تفسيره مش النص نفسه أو مقصد مؤلفه ده يعني باختصار ما عرفش هيبقى مختصار مخل ولا لأ النظرية التانية نظرية مقصد المؤلف بتقول لأ بتعترض على نظرية جنمير وبتقول اللي لأ فيه إمكانية فهم القارق لمقصود المؤلف يعني يقدر القارق يوصل لي مقصود المؤلف لأنه القراءة دي لو هي لو القراءة مش قراءة عمية أو قراءة غير وعية لو أصلا الرجل اللي هو القارق ده جاي يقرأ نص بهدف التفسير وبهدف الفهم فهو المفروض إنه هيدرس لغة النص وهيدرس السياق التاريخي بتاعه فهيقدر يوصل لي مؤلف النص أو هدف مؤلف النص من النص نفسه بتاعه برضه باختصار شديد ممكن يكون مكل فيه نظرية تانية بتاعة اللي هو اللي بتولي أهمية للنص نفسه مش للقارق ومش للمؤلف وبتقول إن النص نفسه مجرد ما تكتب وتسلم للقارق فهو حصل له نعزال بينه وبين المؤلف بتاعه فالنص نفسه بيعبر عن نفسه بقى وهو اللي بيوصل للرسالة بس إيه أنا مركزتش قوي على الفكرة دي لإني بعتبر يعني ده راجع من اعتباري إننا بنتكلم هنا عن القرآن فالقرآن مختلف شوية عن الفكرة دي لإنه لو أنا مؤمن إن القرآن ده رسالة من ربنا فأكيد ربنا كاتب الرسالة دي بلغة تقدر توصل للقارق أكيد هو إيه مش عدد السنين الكتير هو اللي حيخلي النص انعزل عن المؤلف بتاعه فأرجع وألخص كل ده في الآخر وأبتدي بالسؤال اللي أنا بدأت به المقار هل يوجد معنى واضح يمكن الوصول إليه لكل البشر منذ بعثة الرسول وإلى يوم الكيام فأختم الكلام بكلام نصر أبو زيت عن نظريته للتقويل اللي قال إنه فيه نظرية بوحتها للتقويل وبتقوم على مبدأ الدراسة الوعية لمنهجية النص زي معرفة اللغة واسباب النزول ويعني ممكن نقول إنه ملخص لكل اللي قالوا ولماء المسلمين زي الطبري وغرازي وبنتايمية زائد وده بقى اللي بيضيف اللي بيضيف كلام نصر أبو زيت زائد المنهجيات الحديثة ومعرفة الايه قليات وتطبيق النص اللي اللي طلعوا علم الهرمونيتيكة ده زي الفيلولوجيا النص وغيرها من العلوم اللي كل شوية بتطلع ويتعرفنا إزاي نقدر نوصل لتفسير نص موجود في مكان وزمان معين والاستفادة من ده وإضافته لل للنظريات القديمة ده حيبقى عامل قوة مش عامل ضعف وحيطلع دلالات جديدة نقدر نحطها على الدلالات اللي عندنا مش شرط يعني إن الدلالات الجديدة تنفي أو تمنع الدلالات القديمة وفي نهاية المقال يعني عايز أقول إنه ده كان ممكن يكون إيه أفكار كانت بتدور في دماغي وأنا يعني حطتها على الورق كده علشان ممكن حد من الناس اللي بيسمع يجيلوا فكرة ويحاول يشاركها معايا ونقدر نوصل لمعنى أكبر أخيرا أخيرا أنا شخصيا عندي اعتقاد إنه فيه قواعد كلية موجودة جوه القرآن بيبقى فيه زي آية هي حاكمة أو مؤسسة أو بتأسس لقاعدة معينة وبنلاقي فيه الآيات التانية اللي بتتكلم عن نفس الموضوع اللي الآية دي بتقوله بنلاقيها ماشية كل يعني كل مجموعة الآية دي ماشية كلها في انتظام واحد ما عرفش مدى صحة الكلام ده على القرآن كله لكن أنا طبقت ده على مثال واحد اللي هو آيات القتال في القرآن ولقيت إن فيه آية هي بتؤسس لقاعدة إمتى نقاتل الناس وباستقراء كل آيات القتال في القرآن لقيت إنها كلها بتتماشى مع الآيات دي دي وجهة نظري الشخصية يعني في الموضوع وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وشكرا جزيلا شكر لك محمود هو الأكيد طبعا المقالة بتاعت محمود مع مقالة محمد ياسين بترحه مسألة الفهم ومسألة التأويل وكيف يتم هذا برغم إن محمد ياسين خدها برضو من التراث وخدها عند في الفكر العربي الحديث محمود بيحاول ياخدها عند القدماء وبيحاول ياخدها عند الغربيين بشكل عام فنفتح برضو التعليقات والأسئلة هالا تفضلي طيب أنا بس الأول عايزة أشكر محمود المقال فعلا ممتع جدا بالنسبة لي وإن هو بيجمع كل القواعد بتاعت اللي يبدي ضريفة أنا كان ليا طلب أو رجاء زي ما قلت الفاطمة كده رجاء ليك يا محمود يريد تحط شوية أمثلة يعني حاجة زي مثلا ما جيت تتكلم على الإمام الرازي والنظرية بتاعته والقواعد بتاعته من هما تلات قواعد الأولى كذا التانية كذا التالتة كذا كنت أتمنى أن أنت تحط مثال لكل قاعدة من اللي أنت بتقولها ده بيوضحت معنا أكتر بس شكرا شكرا لكي محمود أنت بقى علق على الكلام طيب حاضر ممكن أبقى عمل في ده في حاجة في حاجة نسيت أقولها أنه نوضوع برضو القواعد والفهم ده هو له درجة معينة في جزء تاني بقى من القرآن اللي تكلم عنه دكتور محمد ياسين في المقال بتاعه وهو التفسير أو التحليل الأدبي للنص ده إن القرآن زي ما هو في جزء منه بيخاطب العقل الإنسان في جزء تاني وجزء قوي ومؤثر ومن درس نغفله بيخاطب نفس الإنسان بقى بالطريقة الفن والتأثير زي ما كان ذكر برضو مش عارف مين اللي ذكره إنه هو بيقول محتاجين ندرس التفسير النفسي للقرآن يعني في مجموعة آيات كده أمين الخولة أمين الخولة في مجموعة آيات ورا بعض التسلسل المعين هي بتخاطب نفس الإنسان يعني مش هنا بقى هو لما بيجي يسمعها مرة واحدة كده بالتلاوة بتلاوة معينة بتأثر فيه نلاقيه يفكي نلاقيه تأثر خاف نلاقيه فرح فدي هنا مش مش محتاجة إنه احنا ندرسها كمعنى هنا احنا محتاجين ندرس تأثيرها النفسي وندرس ندرسها من الناحية الأدبية فالجزء ده مش هيبقى له بقى علاقة كبيرة بالقواعد لفهم النص على قد ما يكون ازاي ده بيأثر على الإنسان يعني هايزين مش عارف تعملها ازاي ده تأثير العادي على نفسية الإنسان ده أظن جزء كبير من القرآن وجزء مهم ولابد ان احنا نحتمي به بنفس قدر اهتمامنا موضوع نظريات التفسير ده أنا أضيف إليها أصلا مش تأثير بس من ناحية الجانب العقلي ولا تأثير من ناحية النفسية في تأثير من ناحية الخيال ذاته كمان ان الصور اللي موجودة فيه الصور الفنية ما ده اللي كان بيتكلم عنه سيد قد انت راح عليك أجزاء لما انت ما حضرتش معنا الجلسات اللي اتكلمنا فيها بقى عن شغل محمد عبدو وعن شغل مدرس في تفسير الأدبي وده فمهم جدا ترجع لده بس جالك برضو طبعا أخونا بتاع الرمز كله ملك الرمز كله شادي مش هيعدي طبعا تفضل يا شادي أنا بيت أحمد رمز طبعا طبعا السيد محمود بما انه طبعا مهتمب لدراس التراث وفعلا انه متخصص فيه يعني فقال يعني الشمل الجوارب كلها التراثية وبطريقة فنية وموضوعية محيدة يعني أنا ولا متخصص ولا حاجة لا لا بالنسبة له هو يا سيدي بالنسبة له هو يا سيدي ده هو بيمدح علشان يلف الحب علشان الحجيلة كان هو بيمدح علشان بالنسبة للمنهجية بتاعت التراثيين فيه ان احنا يعني نبقى ملزمين بما قالوا ان احنا نبتدي مين اللي قاعد القواعد يعني مين اللي قال نبتدي بكذا بالصحابة ثم التابعين ثم مش عارف ايه يعني يعني هل القرآن هو اللي حدد القواعد دي القرآن ما حددش كده القرآن يعني حتى بالتراس القرآن جاي قبل دول فان انت يعني تلزم ناس في عصر مثلا الحديث او في اي عصر بما سبق من العصور بفهم عصر سابق دي ابائية يعني انا ازع من القرآن بحرب الابائية الابائية هو اتباع ما وجدنا عليها ابائنا فطبعا دي يتدعو للتقليد وليس للتجديد وان احنا وان طبعا ده قائم برضو على ان ايه القرن الاول هم خير القرون والقرآن عكس زلك تماما بيقول ان كل ما تقدم الزمن كل ما الخيرية بتزيد مش العكس يعني برضو موضوع برضو السياق التاريخي اللي حضرتك بتقوله وبتأكد عليه هو السياق ملبس على الايات السياق التاريخي جاي من مرويات جايها في عصر عباسي شافوا النص ده واحد ركب على النص قصص او ناس ركبوا على النص قصص لانهم كانوا بيشوفوا ان النص ده حكمة وادب وفن وانا ايه المشكلة ام اقول قصة بتحاكي هذا الفن القصصي في القرآن ده انا ازعم ذلك يعني فكل قصص متقدرش انت تجزم بيها القصص الموضوعة والسياق الموضوع للقرآن لا تستطيع ان تجزم بيه فانت عشان تبقى موضوع يا دكتور محمود او يا سيد محمود تبقى محيد لازم يكون دراستك للنص محيدة ما تربطوش بنصوص اخرى اي نص حتى لو كان مسرح حتى لو كان رواية لنجيب محفوظ وانت بتحسن برواية التوفير الحكيم او مسرحية التوفير الحكيم ما ينفعش فاحنا لازم نكون ملزمين بالنص نفسه الاول عشان تكون موضوعي وحياتي واكاديم تاني حاجة هل المفروض انت دايما شغل نفسك وده متكررة عندك ان لازم يكون في معنى محدد واحد واضح ده مش غرض القرآن يعني مش غرض النص النص اساس الرمزي زي ما دايما بيعلى علي فواسع فطفاض نص نص الحكمة لا يمكن ان 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 تضيقها في كورنر تزنوها في كورنر ما ينفعش لازم تكون فطفاضة ومطلقة وواسعة المعاني غزيرة المعاني على اساس ان دي بتدعو العقل ان هو يجد انما لو هي ضيقة على حد سوى متاريخية معينة وما ينفعش ان اول تقول تاني او معنى تاني او نلزم الناس بمعنى واحد هذا ليس من المنطق في شيء لا داع الناس يفكرون كما شاءوا ولو خرجت الاف المعاني احنا مش متزامين لانك انت عايز تكون مشكلة مش مش عليك المشكلة الاسلاميين انهم عايزين يقعدوا الناس في جماعة واحدة لها اهداف معينة يعني يقلبوا الناس قالب واحد فده طبعا فكر ضيق فكر يعني انا مش عارف يعني داع الناس يفكروا كما شاءوا داع الناس يبدعوا كما شاءوا داع الناس يتصورون في القرآن قصص منها كما شاءوا كل واحد يطلع اللي عنده كابداع فلا هم مش عايزين كده لان عايزين يخلوا الكتاب كتاب تشريع عشان نلزم الناس بشرائع معينة ترجع تاني برضو لنظرية التأويل ماشي هنزل تاني لنظرية التأويل النقطة بقى الأخيرة قبل الأخيرة قبل الأخيرة دي الأخيرة بقى دي الأخيرة ماشي القاتل هل يعني ليه انت متصور ان القتال في القرآن قتال مادي مع انه هو قتال للنفس وقتال النفس غير قتال الجسد القرآن حين يتحدث عن النفس النفس تختلف عن الجسد فالقتال في القرآن قتال عقلي فكري نفسي فقط الغزوات كلها هي من صنع الروايات ولقد نصرقهم الله ببدر ما قالش فيه بدر ببدر فهو كان بدر كانت وسيلة ونور ونور اذا بدر انا في زعمي وانا لا الزم احد بهذا الكلام انها ليست غزو لم يوجد غزوات الغزوات دي مصناعة العصر العباسي كلها لان الحكام كانوا بيتقتلوا ساعته طيب ما تكتب مقالة يا شادي يعني ايه ما هنا بقى تكتب مقالة عشان نقرأها ونسجد السكاكين عليك كمان يعني وانت يعني قاعد سن السكاكينك على الناس الوحداء يعني المفروض يعني ايه تدينا برضو حتة من دراعك كده عشان ما هو داخل عشان كده ما هو أكيد ما انت داخل بتداخل على مقالات الآخرين حيسن سكاكينه معاي لا لا أبدا لا أبدا عشان برضو الوقت كمان عشان الوقت كمان بس فهي ده موضوع انا ارى ان القرآن ما فيهوش عنف ما فيهوش ارهاب ما فيهوش سلاح ما فيهوش غز ما فيهوش الكلام ده كلها دي مصطلحات جاية على القرآن ما فيهوش صرايا ولا سبايا ولا جواري ولا فيش كلام ده خالص وان تم تحريف مصطلحات القرآن لغرض في نفس ابن إسحاق تم تحريف ملك اليمين والمحصنات كل دي تم تحريفها بس ده مجال كبير يعني مش هنقدر لاحنا نوفيه حقه دلوقتي شكرا شكرا لك علا أبا يا محمود بسرعة بس أنا عندي مجموعة نقاط كم هو احنا كام يعني دي المرة كام اللي نسمع فيه نفسي الكلام ده روت علي انت تعرفه من سنة بس أنا بقال نفس هو نفس السيناريو ما تغير خلينا طب نتكلم في الجزء اللي هو علاقة بالمقار في موضوع ليه الرجوع للصحابة والتابعين وهذا ده ملزم احنا بنرجع للفترة دي علشان دي الفترة اللي كان الناس اللي فيها بيتكلموا نفس اللغة اللي الكلام ده نزل يخطبهم فاحنا عايزين نعرف هم فهموا ايه علشان نوصل لفهم أفضل بالنسبة لنا لأن اللغة بتاعتنا دلوقتي اتغيرت فاحنا بنرجع للغة اللي كانوا بيتكلموا بيها واللي هم فهموا بيها ده ملوش علاقة بموضوع الالزام حاجة تانية بقى انت بمش عارف ليه دخلتهم في بعض ان احنا عايزين نفهم ده ملوش علاقة بين كلامهم يبقى ملزم علينا وما نقدرش نخرج عنه ده موضوع تاني انا بتكلم في الفهم والمقصد النص اه اه اتكلم في عجاك كتير موضوع الكتال شفت شفت طب الفيديوهات اللي أنا عاملها في في الآيات دي ونتكلم فيها يعني فاضربوا فاضربوا من كل بنان عجب هتوصل ما علينا مش هنخش في موضوع ده المقالة بتاعتك وفي هنا طرح بقى سؤالين مهمين السؤال الاول انا بترحه طول الوقت اللي هو ايه المعنى فين اين المعنى فالسؤال التاني هل تجارب الآخرين في الفهم لما نعرفها ونطلع عليها يعني هو شادي هو هتعمالي شدة السلخ ويقول لك أنا ملناش علاقة بالسابقين وابوية وكده لما تيجي تقول له طب هاخد بقى نظرية جاديمر يا شادي يقول لك جاديمر حل ده جاديمر ده ابن ناس جاديمر ده ألماني يا راجل جلد وبيض يبقى كويس هو يزعل قوي من ابن تيمي ويزعل قوي من الناس القدماء لكن هو ممكن ينقل ويبقى بوية بس يبقى من خواجات يعني فأين المعنى بقى ففي أسئلة كتيرة زي اللي حاول يصورها محمود إن المعنى بيجي من مقصد العمل النص سواء كان بقى اللي كاتب أو اللي آيل أو الملقي هو ده جمال عمر قاعد بيقول خطبة هوت فاللي بيحدد المعنى مقصده وهو ده اللي خلاننا نقدر نوصل إحنا عايزين نوصل لمقصده إيه بقى جمال من الكلام اللي هو قايله أو الكلام اللي هو كاتبه فبيتركز في منهجه على معرفة مقصد كاتب النص أو منتج الخطبة في جانب تاني بيركز لا ملناش علاقة بنقصد المؤلف المؤلف ده قل في الكتاب وهو مش بيجود دلوقتي يعني اللي قدامي هو الكتاب نجيب محفوظ مش قاعد معايا دلوقتي يقول لي أنا كنت تقصد إيه من المضوع حتى لو نجيب محفوظ قاعد معايا دلوقتي وقول لي أنا كنت تقصد كده ممكن يكون كده لأنه عشان الرواية بتاعت أولاد حالتنا حصل عليها الضجة فهو بيغير من الكلام يبقى في النهاية اللي بيفهم أنا قاعد ما ليش علاقة أنا القارئ اللي بصنع المعنى لأن اللي قدامي النص فالمعنى ما ينتجه القارئ يبقى كده المعنى بتاع النص مفتوح على حسب بقى من اللي بيقرأ وعلى حسب مستوى فهمه أنا هقف أنا والدكتور أكمل قدام أشعة إكس هو كطبيب وعنده خبرة وهالة عندها خبرة في الموضوع هتقرأ من العلامة اللي قدامها دي حاجات أنا مش شافة من حاجة برغم أن إحنا الاتنين موجودين في نفس الوقت بنبص على نفس العلامة دي فهل بقى وعي القارئ يشكل في المعنى أنا جمال مثلا قريت في أصول الفقه حاجات كتيرة تختلف عن حد لسه هيقرأ أول مرة في أول كتاب له في أصول الفقه أو واحد وهكذا فيقول لك هنا بنركز على أن القارئ هو صنع المعنى فالموضوع ده عمل مشكلة بقى يبقى كده ما فيش أي نص يبقى له أي معنى أي معنى ثابت لأن كل قارئ حيسقط على النص وده اللي بيسعى ليه شادي إنه يتحول المصحف ده إلى رمز أيقونة حاجة متعلقة في الهواء ده 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 لوحة تجريدية يقف قدامها كل واحد مننا ويقول انطباع فمعاني القرآن بمعاني آلاف النفوس التي تحاول أن تقرأ أدى جانب جانب التاني قال الثالث قال إيه لا هو يعني تأويلات النهاية تبقى مفتوحة على آخرها كده لا وبرده حيثة أن القاء الكاتب أو المرسل أو منتج الخطاب هو اللي بيحدد المعنى برضه لا بس فيه مقصد للنص إحنا هنا بقى نتكلمش على المقصد المؤلف ولا مقصد القارئ لا إنه برضه مدام النص ده نص في أصول الفقه وفي القرن السابع هيبقى ملتازم بمجموعة من الايه الدوابط اللي هو السقف المعاريف اللي ايه اللي في عصره فإحنا بنحاول نوصل لمقصد النص وليس مقصد المؤلف وليس مقصد الايه القارئ إن بالرغم منه إحنا في القرن الواحد وعشرين أكيد كلامنا دلوقتي كلنا مع بعض إحنا دلوقتي كده في أرضية مشتركة بيننا بتخلي كلامي مفهوم وبتخلي كلام شادي إيه مفهوم وكلام محمود مفهوم إنه في قعدة مشتركة لو حد تاني بقى جي بعدنا بقرن بيسمع كلامنا لازم يرجع يحاول يرجع إيه هي الدلالات بتاعة الكلمات في الوقت ده محمود دهوت له طريقة في استخدام الكلمة دي جمال دهوت بيستخدم كلمة يا مساهل هو عمل لها معاني مختلفة خالص على المعنى اللي كان متدول بها وأي حد منكم هيستخدم كلمة يا مساهل تخيل بقى حد ما يعرفنيش ولا عمر سمع مني وبيقرأ كلمة يا مساهل هيفهم منها إيه ولا شادي بقى ولا محمود ولا هالة إن إحنا عادين بقى مع بعض بقى النشور طويلة جدا والكلمة دي بقى ممكن تبقى معناها الجمال ممكن يستخدمها في المعنى ده بمعناها إيه آه طيب ماشي آه أوكي يعني خلاص مش عن يعني بيطنش كلام ده بتقوله أو يعني ربنا يا فريجة في المستقبل ولا ده هو ما بقولش يجي ربنا خالص ده بقول يا مساهل ده الضمير ده مش عارفين بيعود على مين ده هو يا عم ملحد متخفي ولا يشرق إلى الله ده هو بيتكلم على الإنسان هو اللي حيسهل وكده فإيه أصبحت الكلمة بالرغم إنها الكلمة موجودة قبل مني طريقة استخدامي وتوظيفي لها أضفت عليها من إيه من الدلالات فسؤال الفهم ده بقى سؤال محير وشغال وموجود في كل الثقافات هنجد أرس وأفلاطون واخونا السقرات بنتكلم على إيه طرق الفهم ونظريات للفهم بنتكلم عند العرب وعند المسلمين نظريات للفهم زي ما محمد ياسين حاول يصور ومحمود حاول يصور هنجد برضو عند الغربين الغربين بقى هنا بقى النوت بتاع الأخير هو تعالش نحن ندخلنا على الساعتين كان مسألة الفهم دي كانت منحاصرة في النظرات الدينية بشكلهم لأنه كان كله دايما يعني المشايخ ولا القساوسة هم عايزين يفهموا نصوص سواء عند المسيحين فهم نصوص بالنسبة للمسيحية أو فهم نصوص بالنسبة للمسلمين ولا اليهود وكده في الثلاثة أربع قرون الأخيرة بدأنا هنا بقى نظرية الفهم تخرج من ده لأنه أصبحت عندنا نصوص دستير ونصوص قوانين فالقاضي برضو ما هو القاضي اللي قاعد بيعمل حكم قانون ده ما هو بيحاول يفهم ليه بيحاول يفهم نص القانون وتطبيقه على الوقع اللي قدام وهل ده بقى الراجل ده قاتل عمد ولا ده قاتل خطأ ولا ده قاتل واللي قاعدين بيفسروا في المحكمة الدستورية ولا المحكمة العليا في أمريكا التسعة اللي قاعدين دونت بيحاولوا يفهموا نص لإيه الدستور واعلان الاستقلال بتاع أمريكا وهل بقى القضية دي في وعي الناس اللي هما كتبوا وصيقة الاستقلال وكتبوا الدستور ده معناها إيه وهنا برضو فيه نظريتين وأنا كتبت نص اسمه محكمة أمريكا العليا وتفسير القرآن لأن فيه نظريتين حوالين الفهم بتاع النص بتاع الدستور برض يقولوا إيه هل إحنا نحاول نوصل إن الجماعة اللي كانوا عاديين بيكتبوا نص الدستور دولا في نهاية القرن الثمنتاشر كانوا بيقصدوا إيه وإيه المعاني اللي في ذهنهم ولا نص الدستور ده كائن حي بيتتور عبر الزمن ونشوف معناه بالنسبة لنا في وقتنا الآن إيه ودايما الصراع ما بين الإيه الجانبي هو نفس الصراع ده ممكن تلاقيه موجودة عند ابن تامي هل بقى إحنا لا القرآن ده مدام نزل على النبي ونزل على الصحابة ونزل بلغتهم يبهم أكبر على الفهم لهذه المعاني من نحن لأن اللغة بتتغيي ودللتها بتتغيي هو ده منطقه بأكيد فييجي حد تاني يقول لا يعني ابن عربي مثلا ربنا بيخطبني اهو بالقرآن زي ما خطب ابن عباس أنا منه ليه على طول اهو مش القرآن ده كلام الله وهو كلام الله قدام اهو فليه أن أفهم منه كما فهم ابن عباس ويبقى الصراع ما بين شادي هو بردو ويجي تنظر شادي كده بردو إنه وإيه إحنا نخش على الخرآن ده ما نجد دعوة بقى لا بالسابقين ولا باللاحقين ولا وده بيجبنا لمسألة إنه عند الغربين بدأوا يحاولوا يحاولوا عملية الفهم إلى علم علم مستقل وعلم بالرغم إنه ابتدى في فهم النصوص الدينية إلى إنه خرج لفهم أي إيه ناصر يعني بقى شلير ماخر وجادمار وكل الناس دي انتقلت من عملية فهم النص الديني إلى فهم أي إيه نص إحنا برضو لسه محتاجين إيه نعمل هذه إيه النقلة فناصر ابو تيد عمل شغل كويس جدا 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 من وجهة نظري أنا لأنه بيحاول يفهم نظرية الفهم والتاوي لأنه شغله كله لو أنا حبيت ألخص شغله هو حوالي نظرية الفهم ونظرية التأويل دراسها عند المعتزلة في الماجستير دراسها عند المتصوفة عند ابن عربي في الدكتوراه دراسها في كتاب مفهوم النص من خلال علوم القرآن يعني وكيف نحاول أن نصل إلى تصور لما هو النص من ما وصلنا من مرويات في علوم القرآن ودرسها عند المحدثين برضو ودرسها عند الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل العجاز دراسها عند كتير جدا من الخدماء ودرسها عند المحدثين من أول بقى محمد عبده وسيد قض والخولي ونظرية التفسير الأدبي وعند الجماعات برضو له دراسات في الموضوع ده فنقدر نقول لي نظرية التأويل مهمة جدا كيف نفهم نص من النصوص وهل النص منعازل عن العالم هو عالم كده متكامل في نفسه زي ما شادي بيحاول يقول لنا آه وأنا برضي يا شادي عشان أفهم هقف قدام يا سيد المصحف لوحده كده هجيب الدلالات بتاعته وحاول أشوف المفاهيم بتاعت القرآن عن كيف يستخدم كلمة الجهاد ولا كلمة القتل ولا الضرب فوق الأعناق ولا كل الكلام ده كله هو ده بقى المنهج بتاع الخولي برضو بس هو بيقول إنه الخولي بيقول إن إحنا لا نستطيع أن ننعازل عن إيه ما هو كان خارج النص شادي بيقول لا إحنا نقدر ننعازل وده كلام صحيح ليه لأنه شادي برضو ما هو يجي بيقول لي برضو إيه الضرب الرقاب معناه كيت وكيت وكيت كما أنت بتقرر معنه أنت قررت معنه أنت كباشا قررت معنه الإشكالية في إيه بقى؟ هو الحتة بقى إنه كل واحد منا له الحق إنه هو يوصل إلى معنى الإشكالية بقى في إن حد بيحاول يفرد ما وصل إليه بالمعنى على إنه هو المعنى لإيه؟ الصواب الصحيح الذي يجب أن يخضع إليه لإيه؟ إلى آخر هنا ما أنت قلنا من سؤال الفهم إيه لسؤال لإيه؟ السلطة النفوذ الممارسة والسلطة والنفوذ الممارسة ده بقى بيخش فيها صراعات قوية شادي ما أنت هو؟ لو فرضنا أن أنت في يوم من الأيام وربنا أدرك وبقيت أنت مفتد دياري المصرية وخلاص بقى الرأي الفهم اللي أنت وصلت إليه بأن ضرب العناق هو تفعيل الرقابة الإدارية وهيبقى تفرده على الآخرين أصبح رأيك هنا وفهمك سلطة يبقى إذن الحتة اللي إحنا نحارب فيها إنه تحول رأيي معين ونفهم معين أنه يبقى إيه؟ المسطرة والذي يجب أن يكون ويجب أن يفرد على الآخرين بالقوة لإيه بقى؟ وهي دي برضو أنا هوجهها لمحمود عماد لأن في النهاية برضو أنا أحسب كفرد يعني لو جاء لمحمود عماد وقال لي معنى الآية دي هو كيت وكيت وكيت وهذا هو اليقين اللي هو وصل له وطبق بين فهم وبين مراد الله أنا اللي في النهاية هتحاسب أمام الله كفرد أنا المسؤول يبقى أنا أسمع منك وأسمع من شادي وأسمع من ميسون وأسمع من هالة وأسمع من أنسام ومن آية ومن أحمد غانم اللي ما بتكلمش خالص ومحمد ياسين وشادي المصري وفي الايه؟ في النهاية أنا هختار والاختيار بتاعي دهوت للمعنى ده هو اللي أنا ربنا يا حاسبني عليه على حسب برضو مستوى وعي أنا مش مطالب أن أنا أفهم الفهم اللي هيفهمه شيخ شعراوي ولا مستوى الفهم اللي هيفهمه شيخ الطيب ولا مستوى الفهم اللي هيفهمه شيخ الغزال ربنا يا حاسبني على مستوى وعي هنا واختياري أنا ولذلك احنا بن أرجع تاني برضو أن مهم جدا أن احنا نهتم بكيف يتم الفهم لأن الدراسات عندنا في كيف يتم الفهم وكيف يتم عملية التفسير أنا بداعي بداعي الدعاء ظالمه أن احنا ما هتمناش بها في ثقافتنا واهتمامنا بها رد فعل على الغربيين ودخلت أنا ومحمود فخناقة في الموضوع ده في بداية الكتاب على أنه كتاب جولد زيهر عن بتاع لما ترجموا الأراء بتاعته على مزهب التفسير بدأنا هو التفسير والمفسرون للزهبي في سنة سبعة واربعين والراجل معرفة الشيعي عمل برضو حاجة على نفس النصر احنا مش كناش مهتمين كنا بس نتكلم على تفسيرهم بالرأي وتفسيرهم بالرواية تفسيرهم بالعقل وبالنقل بالرغم النقطة الأساسية أن كل دي تأسيمات تأسيمات حتى تأسيمات اللي بيعملها جمال عمر هي تأسيمات على ما هو غالب يعني أكيد أنا ما قادرش أقول إن التبري ده يعني تفسير بالرواية يعني ده التبري ده بيقعد يجيب لغة وبلاغة وبيجيب فقه وبيجيب حاجات كترة جدا بس احنا ما نقول بقى تفسيرهم بالرواية ما هو في الغالب فيه يعني تأسيمات بتاعتنا القديمة وحتى الناس ما نقدرش نقول إنه جرجاني رجل بتاع تفسير جرجاني رجل بتاع بلاغة بيحاول يفهم ويصل إلى نظرية في فهم النصوص وتقديمها إحنا بقى محتاجين هذا الصوت تاني إن الناس بتوعي اللغة والبلاغة ومش بس الفقهاء والدارسين لا كل مهتم بنظرية الفهم وده المحاكل اللي إحنا محتاجين ننتقل إليه في دراساتنا التراثية إنه آه يعني يا جماعة بالرغم من جاديمار بيكلم في اللغة الألمانية وبتكلم على نصوص ألمانية وبحاول يحط نظرية في التأويل عنه آه إحنا ممكن نستفيد لإنه ما هو دي لغة ودي لغة بالرغم من تمايز اللغة العربية عن اللغة الألمانية وتمايز اللغات ديات بينها وبين بعض هناك هم مشترك ما بين البشر في كيف نفع النص من النصوص من هنا يتيجي أهمية إن إحنا نطلع على إنجازات الغربيين في لغاتهم المختلفة فيما وصلوا إليه في فهم النصوص إحنا النهاردة فتحنا يعني مجموعة من الأسئلة أكتر ما جاوبنا على الأسئلة لكن كل ده هدف التواصل إن إحنا بنفتح أبواب للفهم أوسع وبحيي آية فاطمة برغم أنها خرجت ومحمد ياسين ومحمود وأرجو إن هم يستكملوا الدراسات لأن يعني عرضوه شيء مهم وهيبقى عندنا بقى في ناس بقى هنقدم برضو بعد اسبوعين المقالات الباقية في عندنا ميسون تستعد كده وفي عندنا أنسام وفي عندنا أحمد سمير اللي هو مش حاضر النهاردة فنعرض بقى المقالة ديت المرة القادمة ماشي لو في أي تعليقات أخيرة بقى علشان نختم لأننا عندنا الساعتين يعني محمود انت اللي محاكد تعقيد بقى لأن أنا أعقب على مقالة فلو عندك أي تعقيد لا أنا تمام طيب نقول بقى تصبحوا على خير ويا مسحك اهي تانا مع السلامة جميعا سلامت وبرك هير ما اسم اشتركوا في القناة